بسم الله الرحمن الرحيم أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستهديه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين ثم أما بعد نستكمل في هذا اللقاء المبارك ما بلأناه سلفا في شرح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للإمام أبي المعين النسفي رحمه الله تعالى على مذهب وعقيدة الإمام المتوري تغمده الله بواسع رحمته وفضله وكنا قد تناولنا في الدروس الماضية شرح مسألة أفعال العباد وما يترتب عليها من مسائل مثل مسألة المتولدات ومسألة أن المقتول ميت بأجره وما يريها من مسائل واليوم نستكمل هذا الأمر وهذه المسائل التي تترتب في مضمونها على مسألة أفعال العباد ونبدأ اليوم بدرس القضاء والقدر درس القضاء والقدر ويجب أن نعلم أولاً أن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان مصداقاً لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والذي يسمى حديث جبريل عندما يحدثنا عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض السياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أسر السفر يعني ليس عليه غبار السفر ولا يعرفه أحد منه فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبته إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخزي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ يطرح الأسئلة ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل فقال له جبريل عليه السلام صدقت فعجبنا الصحابة يقولون عجبنا كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه وكأنه يعلم الإجابة ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر الثاني وهو الإيمان فيقول وما الإيمان أخبرني عن الإيمان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر هذا هو الشاهد في هذا الحديث إذن القدر والقضاء ركن من أركان الإيمان اللي هي أركان إيه؟ ستة أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان إيه؟ ستة ثم يسأل النبي بعد ذلك عن الإحسان ويقول له صدقت فيقول أخبرني عن الإحسان فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يرى ثم يسأل عن أمر الساعة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ من السائل فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن أماراتها إلى آخر الحديث الذي نعرفه جميعا إذن مسألة القضاء والقدر هي ركن من أركان الإيه؟ الإيمان إذن عقيدة ينبغي أن ينعقد عليها قلب المؤمن وهو أن يؤمن بأن القدر خيره وشره من مين؟ من الله سبحانه وتعالى لكن قبل أن ندلف في هذا الأمر ينبغي أن نعلم أن هذه المسألة هي مبنية أيضا على مسألة أفعال الإيه؟ على مسألة أفعال العباد لأن من قال بأن الإنسان هو الفاعل لأفعال نفسه وأنه ينسب الخير فقط لنفسه ولا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينسب المعاصي أو هذه الأمور لله سبحانه وتعالى فهو سيرفض القدر وسيكون رأيه هنا مبنيا على مسألة أفعال العباد ومن يقول مثل أهل السنة وهذا الفريق هو الذي يسمى بفريق الإيه؟ أو جماعة المعتزلة أما عن الفريق الآخر وهو جماعة أهل السنة من الأشعارة الماتورينية وهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل ما في الكون من خير وشر وطاعة ومعصية إلى آخره وبالتالي يقولون بناء هذه المسألة على سبقتها فيقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي ويقدر ما شاء من خيرات ومن إيه؟ ومن شرور من طاعات ومن معاصي إذن هذه المسألة مبنية لكن عندنا رغم أننا نبنيها على هذه الأمور ربما يأتي سائل فيسأل لماذا؟ إذا كانت هذه المسائل مثل مسألة الطاعات والمعاصي أو الهدي والإضلال وغيرها والقضاء والقدر لماذا جعل المصنف هنا هذه المسائل في أبواب مستقلة؟ لماذا لم يلحقها داخل فصل أفعال العباد؟ لأنها مرتبة عليه ومعتمدة على ما سردناه من أدلة في مسألة أفعال العباد ربما يسأل سائل لابد أن نعلم أن هذه المسائل أفردها المصنف بفصول مستقلة لتعلم أن هذه المسائل لها أدلة مستقلة بها بخلاف الأدلة التي يمكن أن نعتمد عليها في مسألة أفعال العباد إذن هذه المسائل هي مسائلة مستقلة ليعلم المسلم أن هذه المسائل الكلامية أو العقدية من مسألة القضاء والقدر أو مسألة الهدي والإضلال أو مسألة الصراح والأسطح أو غيرها من المسائل يأتي بها الكلام استقلالا لأنها يمكن أن نأتي فيها بأدلة مستقلة خاصة بهذه المسألة بخلاف الأدلة التي يمكن أن يعتمر عليها في مسألة أفعال العباد هذا أولا والمصنف هنا يبدأ هذه المسألة ويوضح أن هذه المسألة مبنية على سابقتها من أفعال القلق فيقول وبسبوت كون أفعال القلق مخلوقة لله يعني بسبوت أن هذه العقيدة راسخة عندنا نحن أهل السنة والجماعة بأن أفعال الخلق سابتة لمن؟ لله سبحانه وتعالى بناء على معتقدنا في أن الله هو الخالق للعبد وكل أفعال والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وما تعملون الله خالقوا كل شيء بسبوت هذه المسألة التي أثبتناها سلفا في الدروس الماضية يثبت معنى أن القضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى لا يقضي ولا يقدر إلا المولى عز وجل إذ المراد من قول أهل الحق إن المعاصي بقضاء الله يعني بخلقه عندما يقولون ما معنى المعاصي بقلق الله؟ يعني بقضاء الله إذن القضاء هنا يسوي الخلق ولذلك قرن جماعة الماتورينية مسألة القضاء بمسألة التكوين لأن التكوين عندنا هو إخراج الموجود من العدم إلى الوجود إذن القضاء مرتبط هنا بمسألة التكوين ومرتبط بمسألة الخلق لكن هناك فروقا سنبينها إن المعاصي بقضاء الله أي بخلقه إذ القضاء يذكر ويراد به الفعل ويستدل المصنف على ذلك من كلام الشعراء العربي وهو أبو زؤي بن الهزلي وهذا الرجل هو خويلد بن خالد من قبيلة بني هزيل يعني من بطون العرب وكان شاعرا فحلا مخضرما أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام وزار النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في أيام خلافة النبي وجاهد مع النبي وغزى وعاش في أيام عثمان وحضر فتح إفريقية وحضر موت النبي صلى الله عليه وسلم وهناك تعريف لهذه الشخصية في أسفل الكتاب يقول الشاعر وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع ما معنى هذا الكلام وعليهما يعني كأنه يتكلم عن رجلين يعني على هذين الرجلين وعليهما مسرودتان ما معنى مسرودتان يعني درعان تعرف الدرع الذي تستخدم في الحرب وعلى هذين الرجلين درعان يعني يرتديان دروع الحرب قضاهما يعني صنعهما هذه الدروع مصنوعة من الذي صنع الدروع داود عليه السلام لأن سيدنا داود الله سبحانه وتعالى علمه هذه الصنعة وألنا له الحديد وعلمناه صنعة لبوس لكم اللي هي الدروع الله سبحانه وتعالى علم سيدنا داود هذه الصنعة التي تورسها الناس من بعد أو صنع السوابغ السوابغ دي جمع سابغة وهي الدروع أو صنع السوابغ صنع هذه الدروع تبع اللي هو ملك من ملوك اليمن لأن كان هذا الملك وكان سيدنا داود يختصون بهذه الصناعة التي هي صناعة صناعة الدروع الشاهد في هذا البيت قضاهما القضاء هنا استخدمه الشاعر بصيغة الصناعة والخلق ليفهمك المصنف أن القضاء هنا بمعنى بمعنى القلق يعني هو يأتي من بيت الشاعر شاهدا من العربية على ما ذهب إليه من معنى القضاء لكن ليس هذا هو معنى القضاء فقط لأن القضاء في العربية له معاني عدة ثم يأتي فيقول لك المصنف اعلم أن القضاء لفظ مشترك يعني من الألفاظ المشتركة التي تنطبق على أكثر من معنى زي مثلا على سبيل المثال الأسد له أسماء متعددة أحيانا يطلق عليه الغضانفر والضرغام والليس والأسد كل هذه أسماء وأسامة كل هذه أسماء للأسد كذلك القضاء هذا له معاني متعددة تطلق كل هذه المعاني على إيه؟ على القضاء من ضمن هذه المعاني يطلق القضاء كما أطلق ويراد به الأمر الخلق يطلق ويراد به الأمر فيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ قَضَى هنا بمعنى إيه؟ أمر وأمر وألزم يعني أمر الله سبحانه وتعالى أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ يُبَّى القضاء هنا في هذه الآية ليس بمعنى الخلق وإنما بمعنى الإيه؟ بمعنى الأمر هذا معنى ثاني للكلمة ثم يأتي معنى ثالث للكلمة وهو أن يكون القضاء بمعنى الإعلام أي الإخبار ما الدليل؟ يقول الله سبحانه وتعالى وَقَضَيْنَا إِلَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَضَيْنَا يعني أعلمنا وأخبرنا ليست هنا بمعنى الأمر وليست هنا بمعنى الخلق إذن هذا معنى ثالث لكلمة القضاء ثم يأتي بعد ذلك المصنف فيقول أي أعلمناهم وله معاني أخر يعني للقضاء معاني أخر بخلاف المعاني التي ذكرناها وهي معنى الخلق ومعنى الأمر ومعنى إيه؟ الإعلام ما هي المعاني الأخر التي لم يذكرها المصنف؟ منها إحكام الفعل وإتقانه القضاء يكون أيضا بمعنى إتقان الفعل وإحكام الفعل وإتقانه هذا أيضا معنى من معاني القضاء إحكام الفعل وإتقانه يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ في يومين يعني فَخَلَقَهُنَّ مَعْ إِحْكَامٍ خلق مع الإيه؟ مع الإحكام ليس مطلق الخلق ومن هذه المعاني أيضا التي لم يذكرها المصنف الحكم إنما تقول أو يقول الواحد منا قضى القاضي على فلان بالحبس ما معناها؟ حكما يبقى إذن القضاء له معاني خمسة هنا ومنها أيضا الفراغ عن الأمر تقول قضيت أمر كذا يعني فراغت من هذا الأمر إذن ذكرنا هنا كم معنى لمعنى القضاء ستة معاني إما أن يذكر ويراد منه الفعل أو الخلق ثم يذكر ويراد منه الأمر ثم يذكر ويراد منه الإعلام ثم يذكر القضاء بمعنى إحكام الفعل وإتقانه ثم يذكر القضاء أيضا ويراد منه الحكم ثم يذكر القضاء ويراد منه الفراغ من الأمر هذه كلها معاني واردة لموضوع القضاء أما القدر فقد ذكر المصنف له وجهين أو معنيين يتناول مفهوم القدر بمعنى مختلف فيذكر له إيه؟ وجهين الوجه الأول الحد الذي يخرج عليه الشيء معنى القدر هو الحد الذي يخرج عليه الشيء يعني الصورة التي يكون عليها إيه؟ الشيء وهو جعل كل شيء على ما هو عليه من خير أو شر من حسن أو قبح من حكمة أو سفه هذه المسائل كلها يمكن أن نطلق عليها اللوازم الأولى الزاتية للشيء اللوازم الإيه؟ الأولى الزاتية للشيء ما هي اللوازم الأولى الزاتية للشيء؟ كون الشيء حسنا أو قبيحا كون الشيء خيرا أو شرا عندما يخلق الله سبحانه وتعالى واحدا من الموجودين أمامه هذا الرجل سيكون خيرا أو شريرا هذا الرجل سيكون حسنا أو قبيحا هذه المسائل نسميها لوازم الزاتية لهذه الشخصية للمقدور أنت مقدور لله هذا المقدور إما أن يكون خيرا أو شرا إما أن يكون حسنا أو قبيحا هذه المسائل تسمى اللوازم الزاتية لهذا المقدور هذه اللوازم الزاتية هي مقدورة لله سبحانه وتعالى لكن هناك لوازمة خارجية تلزم هذا المقدور إيه هي اللوازمة الخارجية التي تتعلق بالوقت الذي يوجد فيه هذا الشخص فهو سيوجد في هذا الزمان في القرن العشرين أو في القرن الواحد والعشرين مثلا يختلف عن الشخص الذي جاء منذ ألف سنة أو منذ خمسمائة سنة فهناك وقت وهناك ملابسات خارجية لا تتعلق بالشخص في ذاته فالتي تتعلق بذاته تسمى لوازمة ذاتية والتي تكون خارجة عن ذاته تكون لوازمة خارجية القدر الله سبحانه وتعالى يرتبط بهاتين الجهتين باللوازم الزاتية وباللوازم الخارجية هذا الكلام مفهوم ولا صعب فيقول المصنف القدر على وجهين أحدهما الحد الذي يخرج عليه الشيء يعني الصورة النهائية التي يخرج عليها المقدور وهو جعل كل شيء على ما هو عليه من خير أو شر من حسن أو قبح من حكمة أو سفه وهو تأويل الحكمة أن يجعل كل شيء على ما ينبغي عليه أن يكون ويقدر كل شيء على ما هو الأولى به والثاني وهي اللوازم الخارجية بيان ما يقع عليه كل شيء من زمان أو مكان وما له من سواب أو عقاب وكل ذلك سابت في أفعال الخلق بإثبات الله تعالى على ما مر في مسألة أفعال العباد لأننا أثبتنا أن كل الأمور هذه الأمور مرتبطة بإيه برأينا في مسألة أفعال العباد إذا نسبنا أفعال العباد لله سبحانه وتعالى فكل ما يرتبط بها سواء كان لوازم ذاتية أو لوازم خارجية من الفاعل لها هو الله سبحانه وتعالى على مذهب مين على مذهب أهل السنة والجماعة إذن لو سألك واحد من الناس فقال لك ما معنى قولنا بقضاء الله وقدره هذا الأمر تم بقضاء الله وقدره لو سئلت هذا السؤال ما معنى هذه العبارة ما معنى قول الواحد منا هذا الأمر تم بقضاء الله وقدره إذا قلت بقضاء الله وقدره معناه بخلق الله وتقديره بخلق الله وإيه؟ وتقديره لأن القضاء عندنا نحن الماتوريدية أن القضاء خلق والقدر تقدير في الأزل والصورة منعكسة عند المنسة الأشعرية حتى لا يختلط عليك الأمر إذا قرأت في كتب من كتب الأشعر لعلماء الكلام في هذه المسألة لهم أرائد منهم من يسوي بين مصطلح القضاء والقدر فيجعلهما بمعنى واحد لأن أحيانا يستخدم هذا اللفظ مكان هذا اللفظ وأحيانا نجعل القضاء هو التنفيذ الفعلي والقدر هو التدبير في الأزل الصورة التي سيكون عليها المقدور الله سبحانه وتعالى قدر في الأزل أن تخرج في الزمن الفلاني وأن كذا اللي هي العوامل الخارجية وأن تكون في النواحي الزاتية ستكون بالصفة الفلانية وأن تكون خيرا وأن تكون كذا وأن تكون مسلما غير كافر إلى غير زيك داسم قدر ثم ينزل القضاء التنفيذ الفعلي اللي هو يرتبط بالتكوين ويرتبط بالفعل موافقا لقضاء الله عند جماعة الأشعر الصورة منعكسة القضاء هو التقدير في الأزل والقدر هو التنفيذ الفعلي لكي تفهم المسألة حتى لا يختلط عليك إذا قرأت فتقول أنا قرأت هنا في المدرسة الماتورية يقولون كذا وعندما أقرأ في الجوهرة أو في غيرها من كتب المدرسة الأشعرية أجدوا اختلافا أليس هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الخلاف في هذه المسألة خلاف اصطلاحي وكما يبقى لا مشحة في الإيه في الاصطلاح ومن الأشعرة من ذهب مذهب الماتوري في هذه المصطلحات ومذهب جماعة الماتورية هنا أقرب للايه لما يوافق نصوص القرآن والسنة في الاصطلاح لكي تكون فاهما لإيه لمذهبك ويقول المصنف بعد ذلك بعد أن عرض للمفهوم المسألة وارتباطها بمسألة أفعال العباد يأتي بمذهب مين المخالفين لنا كعادته من المخالف لنا في مسألة أفعال العباد ومسائل تلتها مثل مسألة التوليد جماعة مين المعتزلة فيأتي المصنف مباشرة بعد أن يؤصل لهذه المسألة وأن يحدد مفاهيم ما معنى القضاء وما معنى القدر ويفهم الإنسان الفكرة التي يدخل فيها للموضوع يأتي بعد ذلك فيعرفنا بمذهب المعتزلة ويقول والمعتزلة يقولون إن المعاصي ليست بقضاء الله المعاصي ليست بإيه بقضاء الله وإنما هي من فعل مين من فعل العباد وتعلق الكعبي يعني واحد من رجال المعتزلة يسمى الكعبي وذكرنا تعريفه قبل ذلك وقلنا إن الإمام المتوريدي خصص كتبا للرد على هذا الرجل من المعتزلة هذا الرجل تعلق بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان باب في أن القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى يقول من لم يرضى بقضاءه ولم يصبر على بلاءه ولم يمرد ولم يشكر على نعماء فليطلب ربا اسوح ده حديث تعلق به اليوم والحديث ووجه تعلق الكعبي بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث أوجب الرضا بقضائه من لم يرضى بقضائه ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب ربا إيه سواء إذن لا بد أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أو تؤمن بقضاء الله وقدره وأن تشكره على نعمائه ده الواجب عليك أنت فمن يخالف في هذا يكون خارجا عن قضاء الله وقدره وخارجا عن طاعة لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا في هذا الحديث الرضا بقضائه ولو كان الإيمان بقضاء الله أو لو كان الكفر بقضاء الله لواجب الرضا به هو الكعبي يحتاج بهذا الحديث بيقول له أن الكفر أو المعاصي بقضاء الله لواجب الرضا بها استناداً على هذا النص على هذا الحديث لأن الله سبحانه وتعالى يطلب منا في هذا الحديث أن نكون راضين بقضائه وقدره فهو يقول لنا أن المعاصي ومنها الكفر وهو أشد المعاصي إذا كانت بقضاء الله كما تقولون يا أهل السنة والجماعة فيجب الرضا بها فهل يجب الرضا بالكفر عندنا؟ لا لأن الذي يرضى بالكفر كافر كيف نجيب عن هذا الحديث أو عن هذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل الحديث ذكر الإجابة في داخله في الفقرة السنية من لم يرضى بقضائه ولم يصبر على بلائه ما معنى هذا الكلام؟ لم يصبر على بلائه؟ الحديث هنا يتحدث عن الأمراض والألام يعني مخصص للحديث عن الأمراض وعن الآلام وكأن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبدي إن أصبتك ببلاء أو بمرض معين فلا بد أن تكون صابرا على هذا المرض وليس المخصود به الكفر كما يقول من؟ الكعبي إذن المسألة ليست الصبر على الكفر ولا الرضى بالكفر وإنما الرضى بالابتلاء الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به الإنسان إذا أصيب الواحد مننا بمرض أو أصيب بعاهة أو أصيب بأي أمر آفة من آفات الدنيا فينبغي عليه أن يكون صابرا لله سبحانه وتعالى محتسما هذا هو الرضى بقضاء الله أما أن يكون راضيا بالكفر الرضى بالكفر إيه؟ كفر يقول المصنف ردا عليه قال يعني أي الكعبي قال هنا في الصفحة التالية الضمير هنا أو القول هنا بتعمين واحد من المعتزل يقول والكفر غير مرضي وهذا التعلق منه جهل هذا كلام المصنف يعني كلام الكعبي من المعتزل في بنائه أو استدلاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي هذا الكلام من الكعبي كما يقول المصنف جهل لماذا يتهم المصنف بالجهل؟ الإجابة هنا فإن عندنا عندما يقول عندنا نحن أهل السنة والجماعة فإن عندنا الكفر مقضي الكفر مقضي من الله سبحانه وتعالى لا قضاء الله سبحانه وتعالى ونحن نرضى بقضاء الله نحن أهل السنة نرضى بقضاء الله وجعله الكفر باطلاً ولا نرضى أن يكون الكفر المقضي صفة لنا يعني نحن لا نرضى لأنفسنا الكفر لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب لنا الكفر ولا يرضى لعباده الكفر حبب إليكم الإيمان وزيانه في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والفسوق والعسيان على أن حقيقة الخبر الإجابة التي ذكرناها على أن حقيقة الخبر اللي هو من لم يرضى بقضاءه ولم يصبر على بلايه في الأمراض والمصائب يعني يا من ابتليت في الدنيا بمصيبة أو آفة أو مرض معين لابد أن تكون محتسباً وراضياً بقضاء الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو ركن من أركان الإيمان كما قل لأن الإيمان بالقضاء والقدر إيه؟ ركن من أركان الإيمان بنص حديث جبريل الذي ذكرناه في أول الدرس على أن حقيقة الخبر ورد في الأمراض والمصائب إذ هي التي ربما لا يرضى بها من قضي عليه بها لأن بعض الناس عندما يبتلى بعاهة معينة أو بمرض معين ويطول هذا المرض ربما لا يرضى يبدأ في السخط ويقول يا رب لماذا ابتليتني بهذه المصيبة كل الناس سليمة لماذا أنا أحياناً بعض الناس عندما يطول بهم المرض أو يصابوا بمصيبة معينة يبدأ في الضجر يبدأ في الاعتراض هذا هو الخلل العقدي الكبير في ركن من أركان الدين ينبغي على الإنسان هنا أن يكون مؤمناً بقضاء الله ما معنى الإيمان بالقضاء إيمان بالقضاء لا يظهر إلا وقت الشدة عندما تبتلى أما عند النعم فأنت ليس هناك امتحان لأن الدنيا والآخرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى هي ايه؟ هي اختبار الامتحان خلق الموت والحياة ليبلوكم يعني ليختبركم فأما الكفر فمن قضي به عليه فهو يرضى به أشد الرض المصنف هنا يرد على الكعبي ويقول له أن الإنسان عندما يبتلى ربما في مرض معين أو في صحته أو في ماله أو في أولاده ربما لا يصبر ربما يبدأ في الضجر لكن عندما نذهب وننظر لحال الكافر هل الكافر يعترض على كفره؟ هل هو يرى الكافر؟ هل هو يرى الكافر؟ الكفر يرى الكافر عنده الكافر يرى الكفر عنده سيئاً ولا محبوباً لديه؟ هو عنده محمود عنده ويرى أنه على المنهج الصحيح ويرى أننا يعني لا نفهم لماذا نذهب ونطف حول الكعبة ولماذا نتعب أنفسنا ولماذا نذهب إلى الوضوء خمس مرات؟ لذلك يراه الكافر غير مستحب لديه هو يريد أموال يريد الدنيا يريد كذا يريد إلى غير ذلك فالكافر أو الكفر من قضي عليه به فهو يرضى به أشد الرضا ويتمسك به أشد التمسك فلم يكن الخبر وارداً في حال الكافر وإنما الخبر وارداً في حال في حال من ابتلي بمرض أو مصيبة أو نقص في الأموال والأنفس والسمرات كما ذكر في القرآن الكريم ثم المعتزلة يعني المصنف هنا يتبع خط المعتزلة ويقول لا يرضون بالأمراض والمصائب يعني وكأنهم يقول إنكم يا أيها المعتزلة يا من تعارضون أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقرر أنتم لا ترضون بهذه الأمراض والمصائب التي يبتلى بها الإنسان وعندما يصبر عليها يكون محتسباً ومؤمناً بقضاء الله طيب ما الدليل على كلام المصنف؟ الدليل على كلام المصنف أن جماعة المعتزلة عندهم في ضمن عقائدهم مسألة تسمى مسألة الأعواض والألام إذا الإنسان تعرض للألام لا بد ويجب على الله سبحانه وتعالى حسب زعمهم وعقيدتهم أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعوضه لا بد إيه؟ أن يعوضه مسألة الأعواض يعني يرفع له درجة في الجنة أو يدخله الجنة نظيراً أنه أصيب بمرض معين طبعاً هذا الكلام فيه جعل الله سبحانه وتعالى غير حر وغير مختار عندما تقول يجب على الله أن يفعل كذا ابتلاء الله سبحانه وتعالى للإنسان نضرب مثالاً طفل صغير هل الطفل هذا مكلف؟ غير مكلف عندما يصاب طفل صغير بالسرطان بمرض مستعصي ويتعذب ويتعرض للألام ويتعرض للأدوية الكيميائية إلى غير ذلك أليس ذلك ألماً يتعرض له هذا الطفل؟ ماذا فعل هذا الطفل؟ من السيئات لم يفعل شيء على مذهب المعتزلة لا بد أن يعوض الله سبحانه وتعالى هذا الطفل بإيه؟ بأن يكون له درجة في الجنة وأن يعطيه من النعب ما يقابل هذا الألم الذي تعرض له وكأن المسألة إيه؟ أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بندية فأنت هنا قصر في حقك كذا والذي دفعهم إلى ذلك الدرس الذي سنتكلم عنه بعد هذا الدرس وهو مسألة وجوب الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى لأن المعتزلة يجبون على الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما فيه المصلحة أو الأصلحة لعبده إحنا عندنا أهل السنة الله سبحانه وتعالى أثبتنا له صفة الإرادة والإرادة معناها الحرية الكاملة في أن يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء وإيه؟ ويختار فعال لما؟ يريد لا جبر ولا قصر على الله سبحانه وتعالى لأنه لو وقع تحت جبر أحد هل يصلح أن يكون إلها؟ يبى القاهر له هو الذي يصلح أن يكون إلها يبى هنا إله مجبور وعاجز وإحنا أثبتنا لله سبحانه وتعالى في الصفات الأولى عندما كنا نتكلم عن صفات الكمال أثبتنا لله سبحانه وتعالى كل كمال يليق بذاته المقدسة فعندما يبتل الله سبحانه وتعالى طفلا من الأطفال بمرض معين هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لأهل هذا الطفل ألا يمكن هذا الأمر ليرى هل تصبر ولا لا تصبر تقنط هل تؤمن بقضاء الله وقدره ولا لا تعرف قصة القصص التي وردت في شأن موسى والخضر عندما وجد غلاما فقاتله الحكمة كانت خفية على مين على سيدنا موسى لماذا قتله أظهر له الحكمة بعد ذلك خفية عنك الحكمة فعندما تقول إن هذا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعوضه أنت خفية عنك حكم كثيرة الله سبحانه وتعالى أنزل الشر هي مشكلة عندنا في الفلسفة بنسميها مشكلة وجود الشر لماذا خلق الله الشر لماذا يكون هناك براكين وزلازل في الكون والكلام ده تحدث عنه شيخنا الإمام الماتوريدي في كتابه التوحيد وتكلم عنه كل متكلم الإسلام وأوجدوا له حلولا وانطلاقا من مبدأ أن الله سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال الفاعل المختار يفعل في مفعوله ما يشاء ربما تظهر لي حكمة فأعرفها فأحمد الله سبحانه وتعالى وربما تغيب عني حكم ليس معنى أن تغيب عني الحكمة أن الفعل خاليا عن الحكمة ليس معنى أن نحن لا نرى الشمس ونحن نجلس في المسجد الآن هل معنى ذلك أن الشمس غير موجودة نحن لا نراها الآن لأن هناك سقف يحجب الرؤية لكنها موجودة فليس معنى أنني لا أدرك الحكمة من وجود هذا الشر أن هذا الشر خاليا عن الحكمة لأن عقلي قاصر فكيف يحكم هذا المخلوق القاصر المتناهي على اللامتناهي الكامل اللي هو الله سبحانه وتعالى إذن الإنسان عندما يتجاوز حدوده في التفكير يقع في الخطيئة والإسم فعندما تتجاوز الخطيئة أو تتجاوز التفكير وأن تجعل الله سبحانه وتعالى وهو خالقك ومدبرك وخالق هذا الكون بما فيه فتجعله تحت التليسكوب وتحكم عليه وكأنه في المعمل مثلا خلية من الخلايا تحللها هنا تقع فيه خطيئة لأنك تجعل نفسك أعلى من الله سبحانه وتعالى وتحاول أن تجعل الله سبحانه وتعالى أدى وأن تحكم عليه فانتبه أيها المسلم إذا كنت تفكر في مسألة القضاء والقرار معناها التسليم ولذلك عندنا الإيمان لما نقول أن الرجل هذا مؤمن ولذلك جعلت من أركان الإيمان ما معنى الإيمان؟ التصديق عندما يقال لك قال الله وقال الرسول تصدق إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا آمنا يعني صدقنا معنى الإيمان التصديق والإسلام معناه التسليم وكأنك تدخل في هذا الحياض وفي هذا الدين مسلما وجهك لله سبحانه وتعالى حنيفا لماذا؟ لأن في التصديق ده راحة للقلب وراحة للعقل لأن العقل والقلب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفهم هذه الخفايا لأن هذه الخفايا اللي هي مسائل القضاء والقدر مرتبطة بإيه؟ بمسائل غيبية بالإيمان بالغيب كيف يتم تدبير أمر هذا العبد؟ بأن يكون على الصلاح أو الطلاح بأن يكون سعيدا أو شقيا بأن يكون خيرا أو شريرا بأن يوجد في الزمن الفلاني بأن يكون على هذه الصورة هذا كله في قضاء الله يعني في علم الله وفي غيب الله هل أنت تعلمه؟ يعني هل أنت تعلم أن ابنك الذي سيولد لك بعد عشر سنوات أو خمس سنوات سيكون صالحا أم طالحا مؤمنا أم عاصيا إلى غير ذلك؟ لا أحد مننا يعلمه هذا إذن الأمر هذا في غيب في الغيب العلم الغيب يمكن الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة امتدح من يؤمنه بالغيب أليك هم لإيه؟ هم المفلحو يعني الذي يؤمن بالغيب كتب الله له لإيه؟ الفلح الفلح في الدنيا؟ ولا الفلح في الدنيا والآخرة؟ الفلاح في الدنيا والآخرة راح نفسه في الدنيا من عانة التفكير في أمر لا يستطيعه وليس ولذلك المصنف كان حكيما عندما بدأ في بداية الكتاب وقال لك ما هي الوسائل التي نعرف بها التي نتعلم بها العقل الحواس الخبر للوسائل هل عندك وسائل أخرى أظهرها لنناقش واحد قل التقليد جالك التقليد ما ينفعش لأن إذا قلت واحدا من الصالحين ربما يقلد واحد آخر من الطالحين فيقول هذا إن مذهبي هو الصحيح والمعاكس له يقول إن مذهبي هو الصحيح فيتعارض المذهبات إذن التقليد ليس قائما على دليل صحيح وإن كان هذه المسألة فصلها الإمام المتريني في كتاب التوحيد وربما إذا ناقشنا أو درسنا كتابا أكبر من هذا المختصر يكون لنا معها وقفة مع هذه المسألة فمسألة التقليد فيها كلام أيضا لأن المقلد يرجع للمقلد يعني أنا مثلا على سبيل المثال على المذهب الشافعي وأنت على المذهب الحنفي من تقلد في الفقه تقلد الإمام أبي حنيفة وصاحبيه صح في مذهب أبي حنيفة وأنا أقلد الإمام الشافعي في مذهبي معنى ذلك أنت تقلد هل المقلد الأول أقام مذهبه على الدليل ولا مذهبه لم يقم على الدليل الإمام الشافعي أقام مذهبه على الدليل ولا غير دليل أقاموا على الدليل وكذلك الإمام محمد بن حمد وغيرهم والإمام مالك فهذه الأدلة هي أدلة لنا رغم أننا مقلدين إلا أننا أيضاً من باب المجتهدين لأننا نعتمد على مذهب أقيم على الحجة والدليل ده الفرق بين واحد يقلد تقليد صحيح ومذاهب اختبرت وبحثها الناس في جامعات عريقة مثل جامعة الأزهر وجعلوا لها علوم اختصت بها مثل علم الفقه المقارن تعرف الفقه المقارن؟ الفقه المقارن يأتي بهذا المذهب الفقي على مذهب الإمام الشف ويقارنه بمذهب الإمام أبي حنيفة ويقارنه بمذهب الإمام مالك ويقارنه بمذهب الإمام أحمد وينظر في أدلة كل فريق ويرجح ويقول هنا في هذه المسألة مذهب الإمام أبي حنيفة أرجح وفي هذه المسألة مذهب الإمام الشفعي أرجح لأن الدليل هنا أقوى من هذا الدليل لأن الدليل هنا كذا لأن الدليل هنا متواتر لأن الدليل هنا خبر أحد إلى غير ذلك من المسائل التي اختص بها الفقهاء وعلماء أصول الفقه إذن المسألة ليست اعتباطاً عند مأسالة تقليد نفسها يعقد لها دروس كبير إذن المصنف كان حكيماً عندما أفرد في كتابه في أول الدروس كلاماً لنظرية المعرفة لنعرف كيف نتلقى معرفنا وما هي الوسائل اللازمة لتلقي هذه المعارف حتى نعرف عندما نتكلم ولذلك قلنا إن مسائل الإلهيات استخدم فيها المصنف وقدم فيها الأدلة العقلي لأن مسائل الإلهيات تتكلم فيها مع مين؟ مع المخالف لك في الدين أنت تحاول أن تثبت وجود الله إذن تتكلم مع من؟ مع من لا يؤمن بوجود الله مع الدهري ومع من لا يؤمن بوجود الله الملاحدة في العصر الحديث هؤلاء الناس لا ينفع معهم الكلام بالدليل الذي هو الخبر من القرآن والسن لأنه لا يؤمن بالقرآن ولا بالسن وكذلك مسائل السمعيات عندما تكلمنا في مسائل النبوات قلنا إن مسائل النبوات مبنية أيضاً على الأدلة العقلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه من الأنبياء ونحن نثبت رسالة الأنبياء ذكرنا أن الدليل عليها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ادعى النبوة ادعى النبوة لأنه وقف بين الناس في مكة وقال أنا رسول الله إليكم ده ادعاء للنبوة ادعاء للنبوة ارتبط معه أن الله سبحانه وتعالى أيده الله بالإيه بالمعجزة سألوا ما هو الدليل على النبوة قال آيتي أن ينشق هذا القمر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى القمر فانشق نصفيني هذه واحد معجزات حسي ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العربية وهم أهل الفصاحة والبلاغة فيتحداهم فيما برعوا فيه وهو صنعة الكلام لأنه كان عندهم أسواق بتعقد كل عام للشعر يأتي رجل كبير في العربية فيجلس في مجلسه ويحكم بين الشعراء هذا الشعر من هذه القبيلة يلقي قصيدة وهذا الشعر يلقي قصيدة ويحكم بين الإسنين والقصيدة التي كانت تفوز بالمركز الأول تعلق فين تعلق على أستر الكعب المعلقات السبع إذن كان هذه الأمة بارعة وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى عندما يرسل رسولا من رسله يرسله بالمعجزة أو في هذا الشأن الذي برع فيه هؤلاء الناس سيدنا موسى برع قومه في السحر فيأتي معجزة موسى عليه السلام بما يعجز السحرة عن أن يأتوا بمثله القاء العصر إخراج اليد من جيبه بيضاء سليمة من غير مرض إلى غير ذلك يأتي سيدنا عيسى عليه السلام برع قومه في الطب وكذا وكذا فيأتي فيحيي الموتى بإذن الله إلى غير ذلك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يأتي لهم بنظم جديد لا هو بشعري لأنهم يعرفون الشعر وبرعوا فيه ولا هو بالنسر العادي الكلام العادي الذي نتكلم به ولا هو من باب سجع الكهان إذن من أي باب هذا الكلام لم يعهدوه عنده ولم يقرؤه في كتاب سابق وكأن الله سبحانه وتعالى يرسل مع كتابه الدليل على أنه من عنده لأنه لا يستطيع واحد من البشر أن يأتي بمثل هذا القرآن وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثل القرآن ونزل بعد ذلك في التحدي إلى أن يأتوا بعشر من مثله فعجزوا ثم بعد ذلك فأتوا بصورة سطر واحد مثل صورة الكوسر لم يستطيعوا أن يأتوا حاولوا لكنهم عجزوا إلى أن يقف واحد من بينهم فيقولوا إن له إن عليه لطلاوه وإن عليه لمسمر وإن أسفله لمغرق وإنه يعلو ولا يعلع عليه ويشهدوا والفضل ما شهدت به الأعداء يأتي ويشهد أن هذا القرآن لا يمكن أن يدانيه أو يصل إليه كلام البشر إطلاقا إذن هذا النص الإلهي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الدليل العقلي الباقي إلى يوم أن تقوم الساعة يظل التحدي قائما حتى عصرنا الحاضر وقلت لكم في هذا الدرس إبان هذا الدرس إن من يتكلم معك في الدين الإسلامي قل له إن هذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين دولة من خلفي فأتي بآية أو بصورة من مستهي معجزة مستمرة معك أنت يعني مش معجزة مرتبطة بالنبي ووجود النبي فقط لكن مستمرة إلى أن تقوم الساعة لن يستطيع واحد من البشر أن يأتي بمثل القرآن أو ببعض القرآن إذن هي معجزة مستمرة لرسول الرسول ادعى النبوة قال أنا رسول الله إليكم كما نعرف أن النبي وقف بين الناس في مكة وقال أرأيتم لو أخبرتكم بخيل تريد أن تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذب القط تليل تجريبي بالتجربة العملية التي مارسناها وعشناها معك يا محمد فأنت عندنا الصادق الأمين فيقول لهم أنا رسول الله أليست هذه دعوة أو ادعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة وأيده الله بالمعجزة وكل من ادعى النبوة وأيده الله بالمعجزة فهو إيه فهو رسول حقا إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله إذن فهو رسول إيه حقا هذا الكلام والسياق الذي ذكرناه وسياق عقلي رغم أنه كان فيه أدلة نصية أو أدلة حسية تتعلق بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بخلق النبي كما سردنا في معجزات النبي وهي كثيرة إلا أن هذه التركيبة في إثبات رسالة الأنبياء والرسل ورسالة سيدنا محمد هي عقلية إذن الدليل العقلي مقدم عندنا في علم الكلام ليس لأننا نؤخر دليل السمعي لأنك لو قرأت كتابة توحد الإمام المتوريدي تجد أنه يقدم الدليل السمعي في كل مسألة لشرف الدليل السمعي لكن نظرا لأننا ربما في عصرنا الحاضر ربما تلقى واحدا من الملاحدة تلقى واحدا من الزنادقة تلقى واحدا من العلمانين تلقى واحدا من المشككين الذين إذا ذكرت لهم قال الله وقال الرسول كأنه يعني يصيبه مرض لا يريد أن يسمع جعل الله على في أزنهم وقرأ لا يريدون أن يسمعوا كلام الله ولا سنة رسول الله إذن هذا الرجل خطبه بالعقل أعلماء الكلام وضعوا لك مناهج عقلية تستخدم معك كأسلحة فأتاك هو قاتل لهؤلاء الناس الذين يجادلون في دين الله بغير علم وهذا الرجل يجادل الناس ويجادل الكعبي ويجادل من يأتي على صورة الكعبي ليس المقصود به الكعبي لأن الكعبية رحل لكن يأتي كواحد في صورة هذا الرجل ويحمل فكره فانتبع عندما تقرأ هذا الكتاب تقرأ الفكرة والمضمون وليس الإسم وتتعلق به إلا من خلال الحبكة الكلامية عندما نسرد تاريخ علم الكلام لأن هناك فرقا بين العقيدة التي نرسها داخل هذا الكلام في معتقدنا في أن الله هو الذي يقضي ويقدر وبين هذه المسائل الكلامية التي يسردها المصنف عندما يقول لك رأي المعتزلة قالوا كذا ورأي الماتوريدي قالوا كذا ورأي الكعبي ورأي النظام وغير ذلك كل هذا من باب تعلم علم الكلام الإسلامي كيف كان تاريخ علم كلام يحكي لك التاريخ ومن هذا التاريخ تعرف الواقع الذي تعيش فيه عندما يأتي واحد من العلمانين ويردد نفس الأفكار فأنت تعرف أن هذا الفكرة يعود في أساسه إلى مين إلى الفكر القديم عند المعتزلة مثلا على سبيل المساء فيقول المصنف ثم المعتزلة لا يرضون بالأمراض والمصائب إلا بعوض لماذا؟ لأن من مذهبهم أن الأصلح واجب على الله سبحانه وتعالى وإذا كان الأصلح واجبا على الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا أصاب الله سبحانه وتعالى عبده بمكروه معين أو بمرض معين يجب عليه أن يعوضهم عند مين؟ على مذهب المعتزلة ليس على مذهب أهل السنة لأن عندنا أهل السنة والجماعة لا يجب على الله شيء لا يجب على الله إيه؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا إنه يجب عليه من الذي أوجب؟ إذن الذي أوجب هو الإله والإله هنا يكون مقهوراً ما يصلح ثم الكعبي يحاول المصنف أن يهين من الكعبي إهانة علمية ويقول الكعبي سمع هذا الحديث الغريب الذي ذكره ولم يفهم أنه اللي هو الحديث الذي ذكرناه آنفاً وهو من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليطلب رباً سواه بيقول أن الكعبي تعلق بهذا الحديث وغفل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في أول الدرس اللي هو حديث سيدنا جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي وجلس معه في الحديث الذي ذكره أو حدث به عمر بن خطب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الصياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا ويسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة إلى غير ذلك فيقول ويأتي بالشاهد من الحديث لأن الحديث طويل ويقول يترك الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في جميع الأمة يعني مشهور عند جميع الأمة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم القدر خيره وشره من من؟ من الله تعالى إذن الكعب يتعلق بحديث لا يفهم معناه أو يحاول أن يصرف المعنى عن المعنى الصحيح الذي ذكر والمقاطع التي في الحديث تؤكد خطأ فهمه للحديث ويترك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تخريج الحديث مكتوب أن هذا الحديث متفق عليه ما معنى متفق عليه؟ يعني بنصه عند البخاري وعند مين؟ عند الإبان مسلم انظر لأهل السنة يعتمدون على أدلة إيه؟ وانظر للمخالف يعتمد على أدلته ثم نعلم أن العبد غير مضطر في فعله ربما يعترض عليك اعتراض أو يسألك سائل إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي وهو الذي يقدر وهو الذي يفعل كل الأمور إذن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل وهو الذي يجبر العبد فكيف يحاسبه يوم القيامة؟ كيف يسأل العاصي عن معصيته في يوم القيامة؟ ويقول له لماذا زنيت؟ لماذا سرقت؟ لماذا فعلت كذا وكذا؟ اللي هو احتجاج هؤلاء الناس العصاه بمسألة القضاء والقادر حتى إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز لبعض المشركين الذين أشركوا يعني كفروا بالله فيقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن هؤلاء الناس وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا يعني لو أن الله سبحانه وتعالى شاء في مشيئته الأزلية لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ربنا سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء الناس في آخر الآية فقل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إذن المسألة تتعلق بأنك تعترض على الله سبحانه وتعالى هل أنت علمت أنك ستكون من أهل الصلاح أو يختم الله لك بالصلاح أو بالفسد؟ لا واحد منا يعلم ذلك الأعمال بخواتمها كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ده نص حديث النبي إنما الأعمال بخواتمها هل منا واحد يعرف خاتمته؟ أنا ممكن إن العبد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل وعمل أهل النار فيدخل الأهل النار رغم أنه كان بعمل بعمل أهل الجنة لكن الكتاب سبق عليه فيعمل أهل النار فدخل النار والعكس صحيح بقية الحديث وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها مقدار زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة إنما الأعمال بخواتمها ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا نستابعين لحديث رسول الله ولآيات القرآن الكريم لا نخالف نص القرآن ولا نص السن لرسول الله ونحاول أن نفهم النصوص كلها مجموعة ما طب إذا ماذا نرد على هؤلاء الناس الذين يقولون إن الإنسان ربما يحتج إحنا بنرد عليه بحاجة واحدة قلناها شوية في الآية هل عندكم من علم فتخرجوه هل هناك واحد يعلم خاتمته أنا المطلوب مني أن أعمل المطلوب مني أن إيه أن أعمل أعملوا فكل ميسر لما خلق له ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده نص حديث النبي أعملوا فكل ميسر لما خلق له أنت الله سبحانه وتعالى يسرك للطاعة هتعمل في الطاعة يسرك للمعصية ستعمل في المعصية أنت صحيح في القضاء والقدر حتمي ولازم والله سبحانه وتعالى كل ما قضاه وقدره سيكون لكن أنت مطلوب منك الاتهد والله سبحانه وتعالى أرسل لك عوامل مساعدة زي الطالب منكم عندما يأتي ليتعلم في جماعة الآذر ما الذي يفعله الأستاذ معه يساعده ألا لا يساعده يشرح له الدرس يعطيه كتابا ويقول له الطالب أنا لا أفهم هذا الكتاب يقول له أن هناك حاشية تشرح هذا الكتاب أو هناك ملخص يلخص هذا الكتاب إلى غيره كل دي عوامل مساعدة تمام الله سبحانه وتعالى أيضا بهذا المقياس المثال اللي بنضربه الله سبحانه وتعالى أعطانا عوامل مساعدة أول حاجة أعطاه لنا ربنا اللي هي العقل عشان تعرف تميز به بين طريق الصلاح وطريق الفساد من اللي منحك هذا المخلوق اللي هو العقل الله سبحانه وتعالى أرسل لك رسلاً ولا لم يرسل بيّنوا لك الطريق الصحيح والطريق الخطئ ولا لم يبينوا بيّنوا ووضحوا ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء إذا كان عندنا العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى منحنا إياه والرسول جاء لنا بشرع ومنهاج وجاء لنا بالكتالوج عارف الكتالوج اللي بتشتغل عليه تفتح به جهاز التلفزيون عندما تشتري جهازاً جديداً يأتيك دليل للاستخدام دليل الاستخدام دليل الاستخدام لهذا الكون والإنسان فيه هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأت في دليل الاستخدام هذا قراءة جيدة بفهم ووعي تستطيع أن تعيش حياتك وتصل إن شاء الله في الآخرة وتكون من السعداء لأنك استخدمت الدليل صحيحاً أما إذا جئت إلى الجهاز الجديد وفتحت الجهاز ووصلت الكبس بالكهرباء وربما ينفجر الجهاز لأن هناك قطعاً في الداخل كان يجب أن تزال أولاً هذا يحدث مع بعض الناس يخرب الجهاز قبل أن يستخدمه أيضاً بعض الناس مننا يخرب حياته قبل أن يبدأ أو يسير في اتجاه خاطئ ليس كما أراد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملاً في الدنيا ولذلك يقول المولى عز وجل في كتاب العزيز أفحسبتم أنما خلقناكم عبساً وأنكم إلينا لا ترجعون بل لا والله يا ربي ما تركتنا عبساً وما تركتنا مهملين والله يا ربي إنك بيّنت لنا الطريق الصحيح وأرشدتنا من خلال رسلك وجعلت لنا عقولاً لنفهم بها ونميز بها بين الصحيح والوضع كل هذه عوامل مساعدة عشان تنجح في الامتحان لأن الدنيا والآخرة هي إيه؟ ابتلاء خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم يعني ليختبركم اختبار أنا في حالة اختبار الآن من الله سبحانه وتعالى إما أن آتي وأحرص على العلم وإما أن أكون ملتزماً مع الله سبحانه وتعالى وإما أن أخالف وأذهب أجلس على المقهى أو أجلس هنا أو هنا أو هنا وهذه لها نتيجتها وهديناه الإيه؟ النجدين الطريقين يعني بيّنا له طريق الصلاح وطريق الإيه؟ الفساد إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كل هذا وما تركنا مهملين ولذلك الواحد منا ولا يستطيع الواحد منا أن يدعي أنه يعلم العاقبة وأنه سيكون من أهل الجنة أو أنه سيكون من أهل النار أو أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه أنه من أهل المعصية وبالتالي لبازة يصلي ولماذا يزكي ولماذا يصوم إذن أنا سأمارس المعصية لأنني مكتوب أنني من أهل النار أو أنا مكتوب من أهل الجنة كما يقول بعض المرجاء أنني طرم أن هنا أبيض فلماذا أعمل؟ أنا قلبي نظيف طب اذهب للصلاة أنا قلبي هنا نظيف اذهب للصيام ما فيش هو لا يفعل أي حكم شرعي ولا يلتزم بأحكام الدين ويقول لك أنا المهم أن قلبي سليم إلا من أطى الله بخير أنت تأخذ بعض نصوص القرآن وتترك البقي أنت تحاول أن تجتزئ من الدين ما يريح نفسك ولا تشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى هذا إنسان لا يصلح لأن يدعي أنه من المسلمين الإنسان اللي هو ينتقي من الدين ما يريح به نفسه ولا يريد أن يتعب بدنه في عبادة الله لأن الأجر على قدر التعب أو على قدر المشقة يقول المصنف ثم نعلم أن العبد غير مضطر في فعله وإذا كان ذلك بقضاء الله وقدره على ما مر في مسألة خلق أفعال العباد وفي مسألة الإرادة لأن المسألة الإرادة أثبتنا أن الله فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويختار يعني أن وجود الفعل من العبد وإن كان بتخليق الله سبحانه وتعالى وإرادته وقضائه وقدره لم يكن العبد مضطراً في فعله لأن الله سبحانه وتعالى خلق في العبد الفعل الاختياري الذي سميناه في المسألة الكسب كل نفس بما كسبت رهينة يعني بما اكتسبت من الفعل ثم ننتقل بعد ذلك المصنف ينتقل بنا إلى مسألة الهدي والإضلال وهي أيضاً مسألة مرتبطة بمسألة أفعال العباد مسألة الهدي والإضلال وهذه المسألة الكلام فيها إما بطريق البناء أو بطريق الابتداء طريق البناء يعني نبني الكلام فيها على الأدلة السالفة التي ذكرناها في مسألة أفعال العباد فإذا كنا نحن أهل السنة نثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل الأفعال ولكل ما في هذا الكون الله خالق كل شيء ده نص في القرآن الكريم الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون يعني وعملكم إذا كنا من هذا الفريق فإننا نقول إن الذي يهدي ويضل هو من هو الله سبحانه وتعالى ده طريق بنائي يعني نبني هذه المسألة على ما ذكر من أدلة في مسألة أفعال العباد أو بطريق البناء يعني نبني بالاستقلال بهذه المسألة وأن نقيم الأدلة عليها بالاستقلال كأنها مسألة منفصلة تماما مسألة مستقلة فصل جليل في الكتاب وهو مسألة الهدي والإضلال ونبدأ بتعريف ما معنى الهدي والإضلال المصنف هنا وإن أغفل هذه التعريفات لأننا نعرف سبب هذا الترك بأن هذا من المختصرات في علم العقيلة وقد فصل ذلك بتفصيل واضح في كتابه تبصرة الأدل لكنني اختصرت هنا بعض التعريفات فالهداية لها سلاس تعريفات أول تعريف للهداية أو معنى من معاني الهداية بيان طريق الحق عندما نقول إن الله هدى فلانا يعني بيّن له طريق الحق فلان هدى فلانا للطريق واحد يسأل عن طريق مكان معين فأنت تهديه إلى الطريق فتبين له الطريق معنى الهداية والبيان هنا فيقال هداه أي بيّن له الطريق المعنى الثاني تحصيل الشروط والدواعي التي عندها الهداية أن تحصّل الشروط والدواعي التي تكون عندها الهداية والمعنى الثالث للهداية إحداث الهداية للعبد يقال هداه يعني خلق الله سبحانه وتعالى الهداية فيه وهنا تكون الهداية من صفات الفعل هداية يعني خلق الله سبحانه وتعالى الهداية في قلب فلان ثم يأتي معنى ذلك معنى الإضلال ما معنى أضله الله ما معنى الإضلال هنا وجوده ظالاً أضله يعني وجده ضالاً تسميته ظالاً المعنى الثاني أوجده ضالاً الثاني تسميته ضالاً خلق الضلال فيه المعنى الثالث يقال أضله الله يعني خلق الله الضلال فيه المصنف يبين لنا في هذه المسألة عندما نقرأ الكتاب يقول وبسبوت مسألة خلق الأفعال يثبت أيضاً مسألة الهدي والإضلال إذ الهديو هنا يعني على مذهبنا نحن أهل السنة والجماعة من الماتوريدين لما المصنف يقول إذ الهديو يعني هذا التعريف على مذهبنا وليس على مذهب المخالفين لنا من جماعة المعتزلة إذ الهديو عندنا خلق فعل الاهتداء في العبد خلق فعل الاهتداء يعني في العبد والإضلال معناه خلق فعل الضلال يعني في العبد كلمة في العبد دي غير موجودة في النص لكن أنا أوضح لك أن الخالق هنا هو الله وأن هذا الكلام على مذهب المتردية وأن هذا التعريف تابع لمذهبهم فيقولون إن الهدي خلق فعل الاهتداء في العبد والإضلال خلق فعل الضلال في العبد وهو المعنى من قول الله تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يعني يخلق الله في المهتد فعل الضلال وفي فعل الهداية ويخلق الله سبحانه وتعالى في الضال فعل الضلال دون هدي بيان الطريق لأن هدي بيان الطريق على مذهب المعتزلة مجرد بيان الطريق هذا شامل للكل أليس الله سبحانه وتعالى بيّن الطريقة للمؤمن والكافر ولا لم يبين بيّن لكن المؤمن آمن هداه الله سبحانه وتعالى دخل في باب الهداية يعني خلق الهداية فيه والكافر ضلّى يعني خلق الله سبحانه وتعالى الضلال فيه يبّ إذن أما عندما نقول الله سبحانه وتعالى يقوله في كتاب العزيز يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء معناه خلق فعل الهداية في هذا العبد اللي هو المؤمن وخلق فعل الضلال فيه في الآخر وهو الكافر وليس معناه أنه بيّن لهم الطريق أو بيّن الطريقة للمؤمن لأن الله سبحانه وتعالى لم يقصر في الاسنين في المؤمن والكافر لأنه بيّن الطريقة للاسنين ولا حد قال إنه ربنا قصر مش الرسول صلى الله عليه وسلم جهة أصلاً للمشركين في مكة مش بيّن لهم الطريق فمنهم من هداه الله اللي هو خلق فيه فعل الضلال ومنهم من هداه الله فهو الذي خلق الله فعل الهداية ومنهم من ضلّ وهو الذي خلق الله فيه فعل الضلال إذن المسألة هنا في مسألة الهداية خلق فعل الهداية والإضلال خلق فعل الإيه في الضلال وليس معناه بيّن الطريق كما يدّعي المعتزر عرفت الفرق بيننا وبينهم في المفهوم إذن هناك اختلاف في المفهوم في المسألة يؤدي بنا اختلاف في النتائج في هذه المسألة يقول المصنّف دون هدي بيان الطريق فإن ذلك سابتٌ على العموم يعني سابتٌ للمؤمنين وللكافر لأن الله سبحانه وتعالى بيّن الطريق للإسنين وابتداء الدليل يعني إذا أخذنا المسألة ليس بناءً على مسألة أفعال العباد وإنما ابتدأنا الاستلال فيها فنقول إننا نبتدع فيها بالأدلة من القرآن الكريم فنقول الله سبحانه وتعالى يقول يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء أدي دليل الدليل الثاني ولكن الله يهدي من يشاء الدليل الثالث ولو شئنا لأتينا كل نفسٍ إيه؟ هداها الدليل الرابع ولو شاء الله لهداكم أجمعين وهناك كثيرٌ من آيات القرآن الكريم المصنّف لخص منها هذه الأدلة أو اقتصر فيها على هذه الأدلة وترك الكسرة لتطلع عليها في كتب الشروح وجه التمسك بهذه الآيات التي ذكرها المصنّف ما هو العلة أو الدليل الموجود فيها؟ هل أنا أخذ الأدلة فقط ولا هناك صياغة لهذا الدليل؟ أن الله سبحانه وتعالى علّق الهداية بالمشيئة ولو شئنا لآتينا كل نفسٍ هداها إذن الهداية متعلقة أو متوقفة على إيه؟ على مشيئة الله سبحانه وتعالى ولكن الله يهدي من يشاء إذن الهداية هنا متعلقة على إيه؟ متوقفة على المشيئة أو معلقة بالمشيئة في الآيات فلو كان المراد من الهداية بيان الطريق ده رد على المعتزلة لو كان المراد بالهداية هنا في الآيات دي بيان الطريق لما جاز التعليق من المشيئة لأن الذي يوضح الطريق للناس لا يحتاج إلى أن يقول إن شئت أبين لك الطريق ما معنى إن شئت هنا؟ المفروض أن توضح لك أنا أسألك عن طريق الذي يوصل إلى مدينة دا ستقول لي اركب كذا إذن هناك توضيح للطريق لا يعلق بالمشيئة لكن الهداية هنا والإضلال هنا يتعلق بمشيئة الله لأن البيانة عام في حق المسلم والكافر فلا يجوز أن يعلق بالشرط تعليق العام بالشرط ثم في هذه الآيات كسرة يطول تعدادها وإحصاؤها وقد ذكر المصنف هذه الآيات في كتابه يقول المصنف بعد ذلك وللمعتزلة للآيات تأويلات أعرضنا عن ذكرها للمعتزلة للآيات تأويلات أعرضنا عن ذكرها والجواب عنها مخافة الإطاء يعني المصنف هنا في هذا المختصر يقول لك إن هذه الآيات التي ذكرناها كأدلة على أن الهادي والمضل هو الله سبحانه وتعالى هناك تأويلات لجماعة المعتزلة هو ردود على هذه الأقوال التي ذكرناها فارجع إليها في الكتب المطولة لأن هذا المختصر لن يتحملها تمام؟ فيقول للمعتزلة لهذه الآيات تأويلات أعرضنا عن ذكرها والجواب عنها مخافة الإطالة واتكالا على ما أودع في مسألة خلق أفعال العباد والله الهاري للرشاد وعند المعتزلة المصنف ذكر هنا أن ما أضيف من الهداية إلى الله سبحانه وتعالى تخصصه ببيان الطريق قبل أن نغادر هذا الفصل وهو اختصره المصنف اختصارا إلى حد ما ربما يكون ترك فيه أبوابا هامة أو مهمة في هذا الكتاب نقول إن عند المعتزلة ما أضيف من الله سبحانه وتعالى أو الهداية إلى الله المراد منه بيان الطريق لا تخليق فعل الاهتداء كما يذهب أهل السنة والجماعة وما أضيف إليه من الإضلال والإزاغة والخزلان والطبع والختم والمد كما ورد في آيات كثيرة في القرآن الكريم فالمراد منه إضافة الشيء إلى سببه ده كلام مين؟ كلام المعتزلة أو شرطه يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق في العبد الآلة وأعطاه القدرة خلق في العبد الآلة وأعطاه القدرة حتى خلقه في نفسه أو خلق في نفسه الضلال فكان العبد مسبباً للايه؟ أو كان الله سبحانه وتعالى مسبباً وقد تضاف الأفعال إلى مسببها قد تضاف الأفعال إلى مسببها ومذهب الجباء أن الهداية هداية الطريق الحق للمحسنين الهداية الطريق الحق للمحسنين والإضلال تسمية العبد ضالاً فيكون معنى أضله الله يعني سماه الله إيه؟ سماه الله ضالاً ومنه قول الشاعر وطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومزنم أكفروني يعني سموني إيه؟ كافراً يبا الضلال عنده عند الجباء وهو من شيوخ المعتزلة أن الإضلال هو تسمية العبد ضالاً إنما تقول إن فلان ضل يبا معنى أنه ويستلل على ذلك من الشاعر ويقول وطائفة قد أكفروني يعني سموني إيه؟ كافراً لأن الطائفة ليس هم الذين كفروه هناك طوائف عدة حسب الآيات التي ذكرها المصنف يمكن أن نفهم منها بعض المعالي التي لم تذكر في الكتاب لكن استخلصناها لا بد أن تفهمها قبل أن نترك هذا الدرس هناك فئات أراد الله سبحانه وتعالى ضلالها رداً على المعتزلة هناك طوائفة أراد الله سبحانه وتعالى ضلالها عندما يقول الله سبحانه وتعالى كذلك يضل الله الظالمين كذلك يضل الله إذن الله أراد أن يضل مين؟ الظالم لأنه بيّن له طريق العدل وطريق الزلم وهو أخذ طريق الزلم فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز لأنه لا يرضى عن الظالم ولا عن فعل الظالم فكذلك يضل الله لإيه الظالم وما يضل به إلا الفاسقين طائفة تانية غير الظالمين الفاسقين إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب كل هذه الطوائف الله سبحانه وتعالى أراد ضلالها ده بنص القرآن ليس بكلامي من آيات القرآن الكريم هناك أمثلة لفريق آخر أراد الله هدايته لكنه أبى أراد الله هدايته لكنه إيه؟ أبى الله سبحانه وتعالى في قوم ثمود يقول ماذا في القرآن الكريم؟ وأما ثمود فإيه؟ فهديناهم ماذا فعلهم؟ فاستحبوا العمى على الإيه؟ على الهدى العمى هنا إيه؟ الكفر الله سبحانه وتعالى أرشدهم وبيّن لهم الطريق تمام؟ وحاول هدايتهم ولكنهم آسروا الكفر على الإيمان وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الإيه؟ العمى على الهدى في حق فرعون أراد الله هدايته أو لم يرد أراد تمام؟ أرسل له رسولاً ولا لم يرسل وأهديك إلى ربك فتخشى ده مين اللي بيقول لي فرعون؟ سيدنا موسى عليه وسأهديك إلى ربك فتخشى فأراهوا الآيات الكبرى فكذبوا وعصى ثم أدبروا يسعى إلى أغير ذلك من الآيات إذن الله سبحانه وتعالى أراد هداية هؤلاء الناس لكنهم آسروا الآيه؟ آسروا طريقة الآيه؟ الضلال على طريق الحق ولذلك نقول إن من يحتج ويقول باللغة العامية المصرية لو ربنا عاوز يهديني هيهديني هناك أي ناس يقولون باللغة العامية لو ربنا عاوز يهديني كان هداني إنما أنا هعمل إيه؟ أمر الله علي هداية ربنا ليه هو مش ردي غير كده ولو أن الله هداني ربنا سبحانه وتعالى صور لنا هذا المشهد لأنه هو الذي يعلم الغيبة ويعلم أن هناك من الناس من يحتجون بالقضاء والقدر ويحتجون بهذه الآيات فيقول الله سبحانه وتعالى ردا عليهم ولو أن الله هداني لكنت من المتقين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الإيه؟ من الكافري تقد جاءتك آيات ربنا سبحانه وتعالى وأنت خذت طريق الكفر وكذلك الإنسان اللي يعصي ربنا سبحانه وتعالى ويقول أنه لو ربنا رايت كان هداني طبما أنت ربنا بأرسلك الرسول وجعل لك عقلاً وهديناه النجدين وكل الوسائل دي كلها وتركت هذا كله وأخذت طريق الضلال وتقول لو ربنا كان عايز مني كون زي ما عملت ما أنت اللي تركت أنت اللي سبت الجامع الأزهر أنت اللي سبت الدراسة أنت اللي سبت طريق الفلاح أنت اللي سبت المسجد وتركت كل هذا وذهبت إلى رفقة السوء فابتلاك الله سبحانه وتعالى بالمعاصف نأتي إلى الدرس الأخير اليوم وهو الكلام في الصلاح والأصلح الصلاح هو إيه؟ والأصلح هو أيضاً مسألة ترتب على مسألة أفعال العباد ويمكن البناء عليها أيضاً على مسألة أفعال العباد ويمكن أن نستقل فيها بأدلة مستقلة الصلاح أولاً في اللغة نقول إنه ضد الفساد ضد الإيه؟ فساد وفي الصلاح المتكلمين يدور حول النفع يدور إيه حول إيه؟ حول النفع المنفع يبقى الشيء الصالح هو الشيء إيه؟ النافع طب الأصلح الأصلح صيغة مبالغة أفعال التفضيل تكون مبالغة من الفعل الأول صالح وأصلح هذا الأصلح يعني الأولى فهو أولى الأشياء التي يختارها المكلف أو هو المبالغة في النفع إذا قلنا إن الصلاح يدور حول النفع يبقى الأصلح هو إيه؟ هو الأولى في النفع هناك أسباب دفعت جماعة المعتزلة وهم الذين يعارضوننا أو الذين ادعوا أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه فعل ما فيه المصلحة للعبد هناك أسباب دفعت بهم إلى هذا الكلام لو أردنا أن ننخص هذه الأسباب وهذا الكلام غير موجود في الكتاب لكني أبدأ أولاً بفهم الموضوع نفهم أن الموضوع مرتبط بمسألة أفعال العباد ومبني عليها كما نص على ذلك المصنف بقوله وبسبوط مسألة خلق الأفعال وكون الكفر والمعاصي مخلوقة لله سبحانه وتعالى وإن كان يتضرر بهم الكفار والعصاه سبت أن الأصلح إذن هو يبني هذه المسألة على سابقتها هذا أولاً إذن المسألة يبني على مسألة أفعال العباد ثم بعد ذلك دخلنا في مفهوم معنى الصلاح والأصلح ثم بعد ذلك نفهم ما هي الأسباب التي دفعت المعتزلة للقوم بأن الله يجب عليه أن يفعل ما فيه المصلح ونحن سنرد عليه ونفهم أيضاً وجهة نظر جماعة أهل السنة والجماعة في رفضهم لمسألة الصلاح والأصل وننظر أيضاً ما هو المذهب الصحيح الذي نسير عليه أول أمر من هذه الأسباب اعتقاد المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى عادل في أفعاله مسألة العادل نحن عندنا المعتزلة بيقولوا بأصول خمسة من ضمن الأصول الخمسة عندهم مسألة العدل فنظراً لأن الله سبحانه وتعالى عادل مع عبيده فلا بد لهذا العادل أن يفعل أقصى ما فيه المصلحة لعباده ولو لم يفعل ذلك حسب زعم المعتزلة وحسب دعواهم يكون ظالماً جائراً والله ليس بظالم ولا جائر إذن يجب عليه فعل الصلاح والأصلح دعاً على كلام مين؟ على كلام المخالف إلنا ثم يأتون بعد ذلك فيقولون من الأسباب أيضاً التكليف بفعل الحسن أو الحسن وترك القبيح ربنا سبحانه وتعالى بيكلفنا يكلف العباد بالأفعال الحسنة ولا بالقبيحة؟ كلفنا بالأعمال الحسنة وينهانا عن القبيح وأن نترك القبيح طالما أن الله يكلفنا بالأفعال الحسنة وأن نترك القبيحة إذن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما فيه المصلح ده وجهة تانية أو سبب تاني لتفهم وجهة نظر القصم لأنك إذا لم تعش مع كلام الخصم لا تستطيع أن ترد عليه لو لم تفهم عباراته وتفهم الخلفية التي يفكر بها لا تستطيع أن ترد على هذا الخصم ثالثا من الأسباب التي دفعت المعتزلة إلى القول بوجوب الصلاح والأصلح أن المعتزلة قالوا بحرية أفعال العبادة التي هي بسألة خلق الأفعال يقولون بأن الإنسان حر حرية الأفعال وأن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه وأن الله لا دخل له في هذا الفعل وطالما أن القول من قبل المعتزلة بحرية الأسباب كان لابد من القول بالصلاح لتوضيح عناية الله سبحانه وتعالى بالإنسان لأن ربنا هيعتني بهذا الإنسان الحر هذا الإنسان الحر سيفعل بحرية والله يعتني به عناية ربنا له هتدفع ربنا أو يجب على الله سبحانه وتعالى حسب زعم المعتزلة أن يفعل ما فيه المصلحة لعبده ده دعوة مين؟ دعوة جماعة المعتزلة إحنا كأهل سنة سواء كنا أشعر أو ما تريدها نرفض هذا الكلام ليه نرفض هذا الكلام؟ أولاً لأننا لا نقول بالوجوب على الله سبحانه وتعالى لأن معنى أن يوجب على الله معنى أن الذي أوجب أعلى من الله هذه مصيبة أن تقول إن ربنا يجب عليه فعل كذب من الذي أوجب؟ الموجب عندنا مقهور لو أن عندك عبداً أو عندك ابناً صغيراً وتجبره على فعل معين أليس المجبر هنا مقهور؟ مقهور ولا مش مقهور؟ فهل يلق أن نقول إن الله سبحانه وتعالى مقهور لعبده؟ معاذ الله أي المذهبين أرضى للنفس وللعقل هنا؟ الذي يوجب على الله؟ ولا الذي لا يوجب على الله؟ المسألة مفهومة ومحسومة مش محتاجة كلام ولا لنقاش هذه واحدة أن أفعال العباد عندنا نحن أهل السنة والجماعة من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى وذلك لا يوجب على الله إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال كلها وهو الذي دبر هذا الكون وأوجده وأراده فهو حر مختار فيما يريد إذن لا جبر عليه ولا إيجاب بالصلاح عليه لأن هذا الكون ملكه أنت عندما تكون مالكاً لشيء عندك قطعة أرض تمتلكها أو مالاً في البنك إذا سحبت هذا المال من الحساب وذهبت واشتريت السيارة هل يحاسبك أحد؟ مالك الخاص هذا ملكك إذا سحبت هذا المال واشتريت به ملابس جديدة هل هناك عقاب أو حساب عليك؟ لا حساب عليك إذن للمالك أن يتصرف في ملكه كما يشاء وهذا الذي نقوله إذن عندما نقول إن الله هو الخالق لكل هذا الكون كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الله خالق كل شيء إذن فهذا الخالق لكل شيء هو المتصرف في ملكه كيف يشاء وإذا تصرف بأن أدخل هذا الجنة فهو بفضله ورحمته وإذا أدخل الآخر النار فهو بعدله سبحانه وتعالى لأنك لو سعيت واجتهدت منذ أن خلقت في هذه البسيطة إلى أن تقوم السع وتظل ركعا وساجدا وعابدا لله سبحانه وتعالى ما وفيت نعمة واحدة وقد تكلمنا عن ذلك في بداية الكتاب عندما قال المصنف لا يحمد سبحانه وتعالى على نعمة إلا بنعمة منه متجددة ووضحنا كيف أن الإنسان لا يستطيع أن يحمل الله سبحانه وتعالى على نعمة واحدة مثل نعمة البصر الله سبحانه وتعالى منحك نعمة البصر وحرم غيرك منها فأنت يجب عليك أن تحمل الله على هذه وهي نعمة نحن نضرب مثلا بنعمة واحدة هذه النعمة في داخلها نعم كثيرة لكن نجعلها نعمة واحدة الإنسان الذي يحمل الله يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى ليحمد على النعمة والتوفيق نعمة أو التوفيق إيه؟ نعمة يبقى النعمة الأولى عاوزة نعمة تانية اللي هي نعمة التوفيق من الذي يوفق للحمد؟ وفي غيرك عاد في الشرع لا يحمل الله هو برضو عنده البصر زيك وعنده الرجل التي يمشي بها وعنده اليد التي يبطش بها عنده كل الأعضاء بتاعتك أنت تحمد وتأتي هنا ما هو من ضمن حمد الله أن تأتي وتصلي لله ما هو ده شكر لله ولم يشكر على نعمائه لسه قرأنا الحديثة ليصبر على قضائه ويشكر على نعم يا شكر نعم ربنا عليك أنك تأتي وتصلي وتصوم وتلتزم بمنهج الله سبحانه تلتزم بالكتالوج اللي نزل لك القرآن والسنة عشان الجهاز بتاعك يشتغل صح لو خالفت هذا الكتالوج الجهاز بتاعك يخرب فهنا المصنف ينبه أن المعتزلة عندهم أسباب دفعتهم ونحن كأهل سنة عندنا أسباب دفعتنا لأن نلتزم بأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه فعل الصلاح والأصلح لأنه هو الخالق والخالق هو الحر فيما يفعل وما يريد بالإضافة إلى أن هناك عقيدة عندنا نحن أهل السنة والجماعة أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى فعل الصلاح والأصلح وأنه ليس هناك قدرة فوق جناب الإلهي سبحانه وتعالى وأن أفعال الخلق أو العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى وأن القول بالصلاح والأصلح يؤدي إلى سلب الإرادة الإلهية والاختيارة عن الله سبحانه وتعالى وكل ذلك باطل إذن فيبطل ما ذكرناه هو أن يجب الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى كما يدعي بعض المخالفين الآن نقرأ نص المصنف لأن الدراسة عندنا في الكتاب دراسة نصية وليست شرحا مطلقا يقول المصنف وبسبوت مسألة خلق الأفعال التي أثبتناها سالفا وكون الكفر والمعاصي مخلوقة لله إذا كان الكفر مخلوق والمعاصي لله سبحانه وتعالى يسقط وجوب الصلاح والأصل لأن الكفر في صلاح ولا فساد فساد تمام؟ إذن الصلاح ليس واجبا على الله سبحانه وتعالى انتهت القضية وكأن المصنف يعني يريد أن ينهي القضية من أول السطور وإن كان يتضرر بهم الكفار والعصاء سبت أن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى ولا ما هو المصلحة ويظهر بطلان قول المعتزلة بهذا الكلام الذي ذكرناه آنفا يظهر أن كلام المعتزلة باطل باطل إذ يدعون أن ما هو الأصلح للعبد يجب على الله فعله هذا كلام المعتزلة ولو لم يفعله الله سبحانه وتعالى وهو لا يتضرر به والعبد ينتفع به ولو لم يفعل لمن تفع به هو به ولا تضرر عبد به لكان الله سبحانه وتعالى على زعمهم بخيلا سفيها يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا كان لا يتضرر بفعل هذا الأمر بأن يعطيك مالا مثلا أو يعطيك صحة وأنت على النقيض من ذلك فيقولون إنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعطيك لأنه لو لم يعطيك وهو قادر على ذلك ولم يحصل عنده ضرر يلحق به وسيعود بذلك عليك بالمنفعة فهذا واجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعله ثم إن عندنا نحن سنرد على هذا الكلام بالتفصيل ثم إن عندنا نحن جماعة الماتوريدي عندنا هنا يعني جماعة الماتوريدي على هذا في مقدور الله سبحانه وتعالى لطف لو فعل بالكفار لآمن اختيارا عندنا عقيدة أن الله سبحانه وتعالى لو أراد بالكافر أن يكون مؤمنا لأعطاه الله سبحانه وتعالى هذا اللطف الإلهي فيكون مؤمنا لكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك ليس بخلا كما يدعي المعتزلة ولكن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وهو أن ينفذ ما في علم الله وما في اللوح المحفوظ عندما نقرأ في صورة المسد وامرأته حمالة الحطب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب أليس ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أليس ذلك كان في اللوح المحفوظ بأن هذا الرجل سيكون من أهل النار تنزل هذه الآيات هل في مقدور الله سبحانه وتعالى أن يحمل هذا الرجل اللي هو أبو لهب على الإيمان وليس في قدرته في قدرته أن يكون من الصحوف الأولى في المجاهدين مع الإسلام لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة عنده أن يظل هذا الرجل على كفره وهذا معجزة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزل هذا النص بين ظهراني المشركين ويعلمون أن هذا الرجل نزل فيه كلام من الله سبحانه وتعالى بأنه سيكون من أهل النار ولم يغير عقيدته كان يمكن أن يهدم الإسلام بكلمة ويقول أنا أشأل أن لا إله إلا الله فكيف تقول أنني من أهل النار إذن المسلمين سيدخلون النار إذا كنت أنا واحدا من المسلمين كتب الله لي النار إذن المسلمين سيدخلون النار وينهي الإسلام في كلمة واحدة لكن الله سبحانه وتعالى سجل في كتابه أن هذا الرجل سيظل على الكفر رغم نزول هذا القرآن فيه وسماعه له ورغم ذلك سيتمسك الصلف والجبروت والعداوة لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى لأن الله كتب ذلك إذن هي حكمة إلهية غير أنه لم يفعل ولو فعل كان متفضلا يعني لو أن الله سبحانه وتعالى هداه لكان ذلك فضلا من الله سبحانه وتعالى عليه لأن المالك له حرية الفعل كما ضربنا مثالا الذي عنده أموال في حسابه يستطيع أن يتصرف فيها كما يريد يشتري بها سيارة يشتري بها بيتا فأنت مملوك لله سبحانه وتعالى أنت مخلوق الله سبحانه وتعالى له أن يتصرف فيك كما شاء ولما لم يفعل الله سبحانه وتعالى وظل الكافر على كفره كان الله سبحانه وتعالى عادلا لا ظالما كان الله عادلا لا ظالما لأنه تعالى ما منع الحق متى يكون الإنسان ظالما الإنسان يظلم إذا منع المستحق للغير الحق المستحق للغير يعني أنا عندي كتابك وأنا أمنعك عنه فأنا أكون هنا ظالم لكن هذا الكتاب عندما أمنعك هذا الكتاب هل يكون هذا ظلما؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه أن أمنع الناس حقوقاً لهم حقوقاً إيه؟ لهم وعند المعتزلة ليس في مقدور الله شوف نسبة العجز لله هنا هو عندما يقولون ليس في مقدور الله ذلك إلا هو إيه؟ لطف نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى في مقدوره لطف لو فعل بالكفار لآمنوا اختيار المعتزلة يقولون ليس في مقدور الله هذا اللطف ولو كان ذلك في مقدور الله ولم يفعل الله سبحانه وتعالى لكان عندهم بخيلاً ظالماً جائراً مانعاً حقاً مستحقاً وغاية ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه مما به صلاح الخلق واجب عليه وفعل وفعل بكل مؤمن أو كافر غاية ما في مقدوره ده كلام المين؟ المعتزلة يعني الصورة التي هي عليها الناس الآن هي أقصى ما يمكن الله سبحانه وتعالى أن يفعله طبعاً ده في تحديد لقدرة المولى عز وجل جعل قدرة المولى سبحانه وتعالى محدودة يعني وكأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يغني هذا الرجل هذا الرجل فقير لا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يغنيه هذا الرجل كافر لا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يهديه أما للنصوص الموجودة عندنا في الكتاب الله يهدي من يشاء إذن الهداية عند الله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته متى شاء هدى ومتى شاء إيه؟ أضل ولأهل الحق بعد أن ذكر المصنف كلام المعتزنة يأتي بأدلة أهل السنة والجماعة وهي المسائل أو الآيات التي ذكرت في مسألة الهدي والإيه والإضلال تذكرون الآيات التي ذكرناها في مسألة الهدي والإضلال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لهداكم أجمعين والآيات التي تتعلق بهذه المسألة كثيرة في الكتاب الله إذ في بعضها فعل ما ليس بأصلح في هذه الآيات التي ذكرت هناك آيات فيها دليل أو في بعضها دليل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما ليس بأصلح للعباد وبالتالي يصبح دليل كلام المعتزنة إيه؟ كلام ساقط ما هي الآيات التي يمكن أن نأتي بها في القرآن الكريم وتدلل على أن الله سبحانه وتعالى فعل ما ليس بأصلح للعباد اسمع إلى قول الله تعالى عندما يقول قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من إيه؟ من يشاء الإضلال هنا فيه صلاح ولا فساد للعباد؟ فساد يبقى ربنا بيفعل الصلاح حيلا ولا لا يفعل الصلاح؟ لا يفعل الصلاح إذن مذهب المعتزنة مذهباً إيه؟ باطلاً قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب والإضلال ليس بأصلح بل أفسد لهم ويقول المصنف في بعض هذه الآيات يعني الامتناع عما فيه الأصلح ما هي الآيات التي فيها امتناع عن فعل الأصلح؟ ولو شاء الله لهذاكم أجمعين هنا فيه امتناع من الله سبحانه لكن الله لم يشاء أن يهدهم إذن الله سبحانه وتعالى امتناع عن فعل الإه؟ امتناع عن فعل الأصلح للعباد حسب دعوة إذن الصلاح والأصلح ليس واجباً على الله سبحانه وتعالى إذ عين هذه المسألة اللي هي مسألة أفعال العباد جميع ما ذكرنا من الدلائر في مسألة خلق الأفعال يمكن أن يستخدمه الإنسان في الرد على المعتزلة في هذه المسألة التي تسمى بمسألة الصلاح والأصلح لأنه لو كان خالقاً للكفر والمعاصي وذلك شر لهم وليس لهم فيه مصلحة لأن الكفر والمعاصي ليس فيه مصلحة للعبد سبت أن الأصلح ليس بواجب على الله سبحانه وتعالى ولا ما هو المصلحة وأنه قد يفعل ما ليس بأصلح لأنه لو كان الأصلح واجباً على الله سبحانه وتعالى لما أراد الله سبحانه وتعالى الكفر والمعاصي وخلقها وهنا بعد ذلك يقرر المصنف أن دعوة الخصم تترتب عليها أمور مستحيلة في الفقرات التالية لهذا الكلام المصنف هنا يقول أو يخبرنا في كتابه أن هناك أموراً مستحيلات تترتب على دعوة معتزلة إيه دعوة معتزلة؟ وجوب الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى ما هي المستحيلات؟ نسمع كلام المصنف يقول لأن في القول بما قالته المعتزلة وهو وجوب الصلاح والأصلح إبطال منة الله سبحانه وتعالى على عباده بالهداي أين منة الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز بل الله يمن عليكم يمن علينا إيه؟ أن هداكم للإيمان لو أن الصلاح واجباً على الله سبحانه وتعالى يترتب عليه أمر مستحيل ما هو المستحيل الأول؟ المستحيل الأول إبطال منة الله سبحانه وتعالى على عباده في قوله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إذن لأن المنة منحة وفضل ووجوب الصلاح جبر على الله سبحانه وتعالى فالأمر متعاكسي فعندما نقول إنه يجب عليه فعل الأصلح هذا الأمر يتناقض مع قول الله تعالى بل الله يمن عليكم لأن المنة تفضل من الله سبحانه وتعالى هذا أمر مستحيل ويخالف قول الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني في الفقرة التالية أو في نفس الفقرة يلزم أيضاً إبطال فضل الله تعالى عندما يقول المصنف في السطر التالي ولا إفضال نفهم هذا أن هذا أمراً مستحيناً حيث يلزم منه إبطال فضل الله سبحانه وتعالى هل عندي دليل على أن الله سبحانه وتعالى له فضل عليه؟ نعم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل إيه؟ عندما تقول إنه يجب عليه فعل الأصلح فقد أبتلت فضل الله سبحانه وتعالى وتفضله على عباده وأبتلت نص كتاب الله اللازم الآخر الذي يلزم على ذلك يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى مخطئاً متصلفاً يلزم عليه أو يترتب عليه أن يكون الله سبحانه وتعالى متصلفاً ومخطئاً كيف؟ إذ لا إفضال ولا منة في حق مستحق عليه إذا كان الأمر واجباً عليه كيف يكون هناك إفضالاً ومنة يبقى الله سبحانه وتعالى عندما يقول والله هو ذو الفضل العظيم أو هو الذي يمن علينا كل هذا الكلام يكون تصلفاً من الله سبحانه وتعالى والدعاء لما ليس له أيضاً يلزم على زعم المعتزلة أيضاً مستحيلاً آخر وهو المستحيل الرابع يلزم أنه ليس لله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نعمة ومنة ليست على أبي جهل ليست لله سبحانه وتعالى منة وفضل على رسوله محمد ليست هذه المنة على أبي جهل إذ فعل بكل واحد منهما ما هو في مقدوره من الأصلح له وهذا الكلام لا يقول به عاقل ويلزم أيضاً على زعم المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح فيه أن في هذا الأمر تسفيه لله سبحانه وتعالى عندما يطلب الله سبحانه وتعالى منا أن نشكره يطلب الله سبحانه وتعالى أن نشكره فيما أسدى إلينا من نعم إذ هو المستحق على الإفضال دون قضاء الحق عليه لو أن الله سبحانه وتعالى يفعل الصلاح والأصلح وجوباً واجباً عليه لازماً عليه كيف يطلب منا شكراً الذي يفعل لك أمراً واجباً عليه لا شكر له إنما الذي يتفضل عليك هنا يكون الشكر له إيه؟ له قيمة ووزن لأن هذا تفضل وهذا مقابلة لهذا التفضل بالإحسان يلزم أيضاً أن إماتة الرسل كل هذه لوازم عقلية يأتي بها المصنف ليبطل كلام المعتزلة ثم سيأتي لهم بحجة قوية يقطع نابر المعتزلة في هذه المسألة يلزمهم أيضاً أن إماتة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت أصلح لهم لأنه لو أبقاهم على الكفر حسب قاعدة الصلاح والأصلح لأبقاهم لكفروا يبقى الرسل ماتوا في هذا الوقت وهذا الموت كان صلاحاً لهم لأن ربنا واجب عليه فعل الصلاح لماذا يا معتزلة لأنهم لو بقوا لكفروا هل يقول بذلك عقل؟ إذن القاعدة التي افترضوها وهي قاعدة فعل الصلاح والأصلح أوقعتهم في مشاكل وكذلك أيضاً يلزم عليهم أن إبقاء وإبليس وجنوده أصلح لهم وللخلق من إماتاتهم كل ذلك هذا الكلام لا يقبله عاقل وكذلك يلزم أيضاً على دعوة المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح وهو المانع السامن القول بتناهي قدرة الله سبحانه وتعالى بأن قدرة الله تعالى محدودة ومتناهية حيث لا يقدر على أن يفعل بأحد أصلح مما فعل به ولم يبق في مقدوره ولا في خزائن رحمته أنفع لهم مما أعطاهم وهذا كله كفر وضلان وبالله العصمة ثم يبدأ المصنف بعد ذلك في مناظرة توضح الكلام بصحة الإلزام في الفقرة التالية يبدأ في مناظرة مع الخصم اللي هو المعتزلة لأن في إقامة الدلائل بالمناظرة أو بالنظير فائدتين الإفهام أن تفهم الخصم والإلزام عندما تناظر واحداً المقصد من المناظرة أن تفهمه وأن تلزمه الحجة حتى يترك مذهبه ويتبع المذهب المخالف له فيقول ثم يقال لهم يعني يقال لجماعة المعتزلة هل رأيتم إنساناً زج عمره في الإسلام يعني قضى عمره في الإسلام رجل وصل إلى السبعين أو السمانين من عمره وهو مسلم يشهر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ثم ارتد بعد ذلك عن الإسلام والعياذ بالله فلا بد من أن يقولوا نعم هذه الحالة موجودة في الواقع والغير موجودة هناك من الناس زي ما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار إنما الأعمال بخواتيمها رأينا فعلاً أناساً كانوا على الإسلام قضوا معظم عمرهم في الإسلام ثم ارتدوا ربما الواحد منكم لم يرى أنا رأيت في بلاد الغرب كثير من المسلمين الذين يذهبون في بلاد الغرب ربما ينحرف الواحد منهم عن المزهب أو عن الإسلام ويذهب إلى الكنيسة ويذهب إلى غير ذلك من أفعال الضلال هذا الإنسان الذي يضرب به المصنف مثلاً فيقول لا بد من أن يقولوا نعم رأينا هذا فنقول لهم أي الأمرين أصلح له أي الأمرين أصلح لهذا الرجل الذي قضى عمره في الإسلام ثم ختم له بالإيه؟ بالكفر ارتد عن الإسلام أي الأمرين أصلح له الإماتة قبل أن يرتد بساعة أن يقبض الله روحه قبل أن يرتد عن الإسلام بساعة بناء على وجوب الصلاح والأصلح كان ذلك هو الأصلح له أن يموت قبل الردة وبالتالي يختم له بالإسلام فيدخل الجنة ألستم تقولون إن فعل الصلاح واجب على الله؟ فهذا الكلام يلزمكم به أن تقولوا إن فعل الصلاح لهذا الرجل أن يموت قبل ردته ليختم الله له بالإسلام والسعادة أم أن يبقى حتى يرتد؟ فإن قالوا الإماتة كانت أصلح له فقد أقروا بأنهم تركوا القول بوجوب الصلاح والأصلح وإن قالوا كان الإبقاء أصلح له الإبقاء أصلح له في أن يكون على الكفر وارتد ظهر عنادهم ومكابرتهم وهنا إيه؟ إلزام للخصم إما وإما إما أن تعترف بمذهبي وتترك مذهبك وإما أن تظل على العناد وأنت في داخلك تعلم أن مذهبك ساقط هذا هو الذي اتبعه المصادف وهنا يأتي بعد ذلك بقصة ذكرت في كتب الأشعرة وكتب أنها كتب ذلك ابن عساكر في كتابه في ترجمته للإمام الأشعري هذه القصة التي دارت بين الإمام الأشعري مؤسس الجماعة الأشعرة وبين شيخه الجبائي كان الجبائي يقول بوجوب الصلاح والأصلح والإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة في بلاد الإسلام هنا في الجزيرة العربية يقول إن الصلاح والأصلح ليس بواجب على الله سبحانه وتعالى كما يقول جماعة الإمام الماتورين تماماً بتمام فيأتي يفتق الله سبحانه وتعالى لسان هذا الرجل الأشعري فيسأل الإمام يسأل الجبائي أسئلة ويعجزه يتبع نفس المنهج للشيخ قاله هنا لكن بأسلوب أوضح فيقول له هل رأيتم صبياً والرؤية هنا ليست بمعنى الرؤية البصرية اللي هي العلم والسمع هل رأيتم صبياً صغيراً مات في صغره نعم والآخر ثلاث أشخاص صبي صغير مات في الصغر والآخر عاش حتى بلغ وأسلم وختم الله له بالإسلام يعني مات على شهالة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والآخر بلغ وكفر وارتد عن الإسلام ثلاث أشخاص واحد مات في الصغير مات صغيراً ثم الثاني أسلم وبلغ وختم الله له بالإسلام والثالث بلغ وارتد عن الإسلام وكفر يضرب الإمام الأشعري هذه الأمثلة للجبائي وهو كان أستاذه كان شيخه يعلمه ثم عندما أنار الله بصيرته للمنهج الصحيح لمزهب أهل السنة راجع عن مزهب الاعتزال فسأل شيخه هذا السؤال هل رأيت صبياً أو هل علمت صبياً أو حال صبي صغير ورجل كبير ختم الله له بالإسلام ورجل كبير ارتد عن الإسلام فلابد من بلاء يعني لابد أن نكون رأينا هذه الحالات هي مسائل افتراضي للمناقشة العقلي حتى تصل لصحة مزهبك فيقول إن قيل لهم قيل لهم لما أبقى الذي علم أنه أسلم لماذا أبقى الله سبحانه وتعالى الذي أسلم وختم الله له بالإسلام على مزهب المعتزلة سيقولون ماذا لأن ذلك صلاح له لأن الذي يختم له بالإسلام سيدخل الجنة هذا فيه صلاح ولفسد له فيه صلاح له فإن قالوا لأنه أصلح له فإنه ينال بإسلامه وما أتى به من الطاعات السواب العظيم قيل لهم ولما لم يبقى الذي أماته صغيرا إذا كان الرجل الذي عاش وكبر وختم الله له بالإسلام سينال ذلك جزاء عظيما بما فعل بما صلى وصام وحج وغير ذلك من الأفعال لماذا قبض هذا الطفل الصغير قبل أن يبلغ ويختم له بالإسلام حتى يكون في أعلى الجنان على مبدأ الصلاح والأصلح هذا السؤال وارد فإن قالوا لأن ذلك كان أصلح له لأن الله علم أن هذا الصبي الصغير لو بلغ لكفر فأماته الله سبحانه وتعالى صغيرا حتى لا يختم له بالكفر وهنا يسأل المخالف لهم فيقول إذن لما لم يمت الله سبحانه وتعالى الشخص السالس الذي ختم له بالكفر وهنا يقف الجباء عاجزا المسألة مفهومة يعني أنا عندي ثلاث أشخاص الصغير والمتوسط المسلم والآخر الكافر المتوسط هذا نسألهم فيه سؤالا لماذا هل الرجل الذي عاش وأسلم وختم الله له بالإسلام لماذا تركه الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت في سن الستين لماذا لم يموت صغيرا مثل الطفل قالوا لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه إذا عاش ستين عاما سيكون ذلك على الإسلام وأنه سيكون مصليا وصائما ومزكيا إلى غير ذلك ويرفع الله درجته ويكون في أعلى الجنان فنسألهم السؤال التالي لماذا لم يبقى الله سبحانه وتعالى هذا الطفل الصغير إلى أن يبلغ هذا السن حتى يكون عابدا لله مثل مثل النوع الثاني أو الشخص الثاني فيقولون لأن الله علم أن هذا الشخص الصغير إذا بلغ سيرتده ولذلك كان من المصلحة أن يموتوا بكرا وهنا نسألهم عن الشخص الثالث لماذا لم يقبض الله روحه قبل أن يرتد عن الإسلام اللي هو الشخص الكافر الثالث وهنا يعجز إذن مسألة الصلاح والأصلح لا يمكن للعقل أن يتقبل إذن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل في ملكه ما يشاء ويختار له أن يجعل هذا مسلما له أن يميت هذا صغيرا له أن يمد في عمر هذا له أن يقصر في عمر هذا خلق الله سبحانه وتعالى وهو حر فيما يفعل ويريد قيل لهم لما لم يميت الذي علم أنه يرتد بعد بلوغه عن الإسلام ولا انفصال لهم عن هذا البتة وما يزعمون أي ما يزعمون معتزلة من أن مال الغير إليه من غير منفعة مانعي أو يتضرر به بخل فاسد أي على هذا الزعم ما يزعمون على هذا الزعم بخل فاسد لأن بينا بالدليل أن الله تعالى فعل ذلك أي منع الأصلحة ولو كان ذلك بخلا لما فعل ولأن منع ما كان منعه حكمة وهو حق المانعي أي حق الله سبحانه وتعالى ومن منع حقه لا يكون بخيلا الذي يمنع حقه لا يكون بخيلا أنت معك أموال في جيبك يأتي واحد ويقول لك هات الأموال للمعك أنت تمنعه عن مالك هل تكون بخيلا لا تكون بخيلا هنا ثم الجود إنما يتحقق بالإفضال لا بقضاء حق المستحق يعني بالتفضل لأن إعطاء الحق المستحق هذا أمر لازم لا يكون جودا الجود هو الذي تعطيه تفضلا ومنحة ومنة منك ولا يكون حقا لازما عليك يعني أنت عليك فرض أن تنفق على زوجتك وأولادك أنت تعطيهم أموال في الصباح ليشتروا الطعام وكذا وكذا هل أنت تكون جوالا هنا ولا أنت تفعل الحق الواجب عليك أنت تفعل الحق الواجب عليك ثم الجود إنما يتحقق بالإفضال لا بقضاء حق المستحق وعند المعتزلة لا إفضال عند المعتزلة لا إفضال يلغون قول الله تعالى والله ذو الفضل العظيم بل كل ذلك حق واجب قضاء حق واجب للغير على الله سبحانه وتعالى فأن يتصور عندهم تحقيق الجود وفيما قلنا إثبات الجود لله تعالى فهو تعالى بما يعطي متفضل جواد محسن وبما يمنع مما هو حقه لا حق غيره قبله عادل ثم نقول لهم يعني للمعتزلة أليس أن الله سبحانه وتعالى يؤلم الأطفال بما يصيبهم يعني من الآلام والأمراض إلى غير ذلك والأوجاع رغم أنهم لم يفعلوا شرا في حياتهم وذلك مما يضر بهم فكان تركه أصلح لهم فزعم المعتزلة أن ذلك أصلح لهم لأنه يعطيهم السواب الدائمة يوم القيامة بمبدأ الألم والعوض يعني هو يؤلمهم في الصغر ويعوضهم عنها يوم القيامة يجبون التعويض على الله سبحانه وتعالى له فزعموا أن ذلك أصلح لهم لأنه يعطيهم السواب الدائمة على ذلك عوضا عنه فصار مصلحة لهم كحجامة الوالد الشفيق ولده الأب عندما يمرض ابنه يرشده بعض الناس لأن يستخدم الحجامة هذه الحجامة فيها ألم للطفل ولا لا هناك ألم فيها فهم يقولون إنه يفعل به هذه الألام ليفعل به خيرا لأنه يريد أن يشفيه من مرضه هنا نسأل هذا الدليل الذي استخدموه هو لنا وليس له لأننا يمكن أن نقول لهم إذا كان الأب الرفيق الشفيق بولده يستطيع أن يشفي ولده دون إيلام ولجأ إلى الإيلام هل يكون حكيما ولا غير حكيم غير حكيم لو استطاع أن يشفي مرض ولده دون أن يستخدم الحجامة والجرح والشق في رأسه إلى غير ذلك فإنه يلجأ إلى الطريق الأسهل فما بالنا لمن يستخدم هذا الطريق رغم أن هناك طريقا أسهل يبقى إنسان سفي أن تصيب إنسانا بجروح معينة لتؤدي غرضا معينا يمكن أن توصل إليه بسهولة فأنت هنا تكون سفيا وهنا نسأل هل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يوصل الإنسان إلى أعلى الدرجات دون أن يؤلمه ولا لا يستطيع هذا هو المالك وهو المالك يوم القيام إذن دعوة أن الألام والعوض كما يدعيها المعتزلة على زعمهم هي دعوة فاسدة لأنهم يصورون الله سبحانه وتعالى وكأنه عاجز وكأنه يشتغل معك بإيه من نظام المقايضة ونظام الإحباط والموازنة كما يقولون ولهم في هذا كلام رغم أن المصنف لم يأتي به في هذا الكلام قيل إن الله سبحانه وتعالى قادروا على أن يعطيهم في دار الآخرة ما يعطيهم دون سابقة إيلام على مذهبنا نحن فكان الإعطاء بدون ذلك أنفع لهم يعني الإعطاء بدون ما ألحق بك أزى يكون ذلك أنفع يعني تخيل أنا أقول لك أن أضربك أو أجدك عشرة جلدات وأعطيك ماد جنيه هل هذا أولى ولا أعطيك دون ضرب أولمك ثم أعطيك ولا أعطيك دون ألم هذا هو الأليق والأليق بمن؟ بالجواد الكريم اللي هو الله سبحانه وتعالى بخلاف الأبي فإنه لا يقدر على إثبات الصحة أو إعطاء ولده الصحة ودفع المرض إلا بالحجامة لأنه لا سبيل له إلى علاج ابنه إلا بهذا الطريق حتى أنه لو كان قادرا على جلب الصحة ودفع المرض بدون الحجامة ومع ذلك ألمه بالحجامة لم يعد ذلك مصلحة منه فإن قالوا يعني أن قال المعتزلة نعم الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك ولكن إعطاء النعم في الآخرة عوضا عما لحقه من الألم كان ذلك أصلح له من الإعطاء بدون سابقة الإلام لأن ما كان جاريا مجرى الأعواض لا يتمكن فيه المنة المنغصة للنعم وما كان تفضلا منه يتمكن فيه المنة المنغصة للنعم فكان السابت بطريق العوض ألز وأشهى هذا كلام المعتزل يقولون لك أن الأمر الذي تحصل عليه بعد التعب والألم والمشقة يكون ألزا للنفس أما الأمر الذي تحصل عليه من واحد منة وتفضلا هذا الأمر يكون منغصا بالمنة واحد يمن عليك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قيل لهم وهذا بيان من المصنف أن المنة ليست بعلة للتنغيص يقول لهم لحق المنة إنما ينغص النعمة إذا كان المنعم ممن يساوي المنعم عليه إذا كان فيه تساوي بين الطرفين يعني واحد صديقك الدك حاجة وكل شوية فكرك بها يبهين بيمون عليك بها وهذه النعمة منغصة إنما إذا كان المعطي هو الله سبحانه وتعالى مالك الملك والملكوت فيها تنغيص في النعمة لا مش فيها تنغيص ده إحنا كلنا بنلجأ لربنا يا رب وسع رزقي يا رب بارك لي في زرياتي يا رب بارك لي في زوجاتي يا رب بارك في علمي يا بارك في عقلي كل ده دعاء مننا لله سبحانه وتعالى أناء الله وأطراف النهار عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ويتفضل علينا ولا يكون ذلك منة يبال من هنا لا تكون من المتوازيين أو المتساويين إنما المنة من الخالق المالك المقدر اللي بيجي خزائن السماوات والأرض ليس هناك منة من الله لأنت كلك مخلوق لله سبحانه وتعالى لحوق المنة إنما ينغص النعمة إذا كان المنعم ممن يساوي المنعم عليه المنعم اللي هو الله المنعم عليه اللي هو أنا وأنت ويوازيه في الرتبة يعني يماثله فيشق على المنعم عليه تحمل منته والخضوع له أما المنة من الله تعالى فمما تزيد في النعمة طيبا ويتلزز المنعم عليه بها بامتنانه يحققه يضرب لك المصنف هنا مثالا يقول إن ملكا من الملوك واحد من ملوك الدنيا لو خلع على واحد من كبار مملكته خلعة يعني أعطاه شيئا من المال قال له إن هذه المزرعة ملك لك أهديتها لك هذه تسمى خلعة من المالك أو هدية من المالك لو خلع على واحد من كبراء أهل مملكته كان ذلك ألز عنده هيقبل هذا العمل ولا لا يقبله يأتي رئيس الدولة ويقول لك أنت تأخذ مثلا مليون دولار أنت تكون مسرور صح وألز مما لو اشتراه بعوض يماسله لما أنه لا يشق على الطبائع تحمل المنة من الملوك طبائع البشرية لا يشق عليها أن تتحمل المنة من مين أو تأخذ المنة من مين من الملوك ولا تكره نفوسهم الخضوع لهم ففي حق الله تعالى الأمر أولى في حق الله سبحانه وتعالى لأنه هو مالك الملك والملكوت فعندما يمن علي بنعمة وأفضل النعم هي الإسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان والذي يؤيد هذا يؤيد كلام المصنف هذا أن تحمل المنة من الله سبحانه وتعالى لو كان يوجب تنغيص النعم لما منى الله سبحانه وتعالى على عباده بالهداية لما فيه من تنغيص النعم وهدم الصنيعة ولكانت نعمة الهداية منغصة على الناس أو منغصة على الناس حيث منى الله سبحانه وتعالى بقوله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وفي الجملة يريد المصنف أن يلخص هذا كلام لا يستجيز من عرف الله سبحانه وتعالى أن يخطر بباله فضلا عن أن يتكلم به يعني هذا الكلام الذي صوره المعتزلة في إثبات هذه الأمور أو في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه هذا الكلام هذا الكلام لا يمكن أن يجيزه عاقل أو فضلا عن أن يتكلم به غير أن من دأب المعتزلة أنهم لا يبالون عن التمسك مما فيه الانسلاخ عن الدين وإبطال المعارف وجحد الحقائق عند رجائهم الوصول له إلى ترويج باطلهم عسمن الله سبحانه وتعالى عن ذلك على أن كثيرا من الأطفال الذين تألموا في صغرهم وبلغوا وماتوا على الكفر ولا ينارون العوض في الآخرة يأتي لهم بمثال آخر الطفل الصغير الذي تألم في صغره بسبب مرض معين ثم أصبح كافرا هل هذا سيعوض في الآخرة؟ ما هو انتهى إلى الكفر طب ما أن الذي سعوضه عن الألم التي تعرض لها في صغره؟ إذن ما فيش عوض وبلغوا وماتوا على الكفر ولا ينالون العوض في الآخرة وكان الله سبحانه وتعالى في الأزل عالما بعواقب أمورهم بأنهم سيختم لهم بالكفر فكان بإيلام من علم منه أنه لا ينال العوض في الآخرة ظالما تعالى الله عن ذلك علوان إذن مذهبهم يلزم عليه مذهب المعتزلة يلزم عليه اتهام الله سبحانه وتعالى بالظلم في مثل هذه الحالة أيضا على أن ما كان ظلما بغير عوض ينعقد ظلما إلى أن يرضى من له الحق بالعوض ما كان ظلما بغير عوض ينعقد ظلما إلى أن يرضى من له الحق بالعوض فيكون الله سبحانه وتعالى بإيلامهم ظالما إلى أن يزول أسر هذا الظلم بإيصال العوض لهم ورضى من كان له العوض بكونه عوضا وفيه تحقيق الظلم من الله سبحانه وتعالى وهو كفر وبالله العصمة والنجاة عن كل ضلالة وقبل أن نختم درس اليوم لا بد أن ننبه أن في عبارات المصنف الشيخ النسفي رحمه الله تعالى لأنه كان في بداية تأسيس مذهب الماتوريدية يعني يعتبر هو المقعد لقواعد مذهب الجماعة الماتوريدية تجد أن هناك حدة في ألفاظها على المخالفين هذه الحدة وإطلاق الكفر ينبغي علينا أن نفهم أن هذه الجماعة التي يتحدث عنها لم تعد موجودة بنظمها وقواعدها ومبادئها وهم جماعة المعتزن وإنما يبقى بعض الفكر من هذه الجماعة يقتنع به واحدا من هنا أو من هناك أو يردد أفكارهم مثل الببغوات التي تردد الكلام دون أن تعقله أو أن تفهمه فينبغي علينا ونحن نتعلم في هذا الجامع الأزهر رفع الله شأنه إلى يوم أن تقوم الساعة أن نكون حازرين في إطلاق ألفاظ الكفر فنحن ندرس هنا هذا الشيخ فنبغي لأننا لو قرأنا التالين لهذا الشيخ والذين تعلموا على كتبه نجد أن هذه المسحة الشديدة في ألفاظه قد خفت أو الحد لأن الخلاف كان في ذاك الوقت كان شديد بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة نجد أن الأشاعرة بينهم وبين المعتزلة خلافا هنا في بلادنا العربي ونجد أن هناك خلافا بين جماعة الماتوريدية في بلاد ما وراء النهر وبين المعتزل ونجد أن هؤلاء يؤلفون كتبا في الرد عن المعتزلة والعكس صحيح والمعتزل يؤلفون كتبا في الرد ونعرف أن هناك محنة تعرض لها الإمام أو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله بسبب بسألة خلق القرآن وتعرض فيها للحبس والجلد وغير ذلك هذه الأمور التي وقفنا عليها في تاريخ الإسلام نعرف أن هؤلاء الناس من المعتزلة كانوا عندما يقتربون من دائرة الصلاطين والخلفاء كانوا أحيانا يستخدمون سطوتهم في التنكيل بمن؟ بأهل السنة والجماعة وعندما قيض الله لأهل السنة والجماعة أن يكون قريبين من دوائر الحكم فعلوا أيضا مثل هذا الفعل أو أقل منه قليلا لكن في النهاية توقفت هذه المسألة عندما عقل المعتزلة وناظروا لأن الفكر لا يرد إلا بالإيه؟ إلا بالفكر المسيري له وإحنا قرأنا في المرة الماضية مناظرة بين الأستاذ أبو إسحاق الأسفريني وبين مين؟ القاضي عبد الجبار إذن هناك كانت مناظرات تعقد بين أئمة أهل السنة والجماعة وبين أئمة المعتزلة من هذه المناظرات حصلت مراجعات فكرية عند المعتزلة فأصبح متأخر المعتزلة الذين جاءوا متأخرين عن الرعيل الأول الذي كان متشددا في مذهب الاعتزال جاءوا قريبين من مذهب أهل السنة والجبعة تجد أن الخلافات معظمها خلافات لفظية بالنسبة له ولذلك ينبغي أن تكون فاهما لنشأة هذه المذاهب وتطورها ولذلك ندرس مسائل علم الكلام من كتب التراث حتى نعرف تاريخ المسلمين كيف كانوا يحكمون بعضهم على بعض كيف كانوا يتهمون بعضهم بعضا كيف كانوا يسجلون هذه الخلافات في هذه الكتب نجد أن واحدا يأخذ التشدد والتكفير نجد أن واحدا يأخذ المذهب الذي يكون وسطا ويحاول أن يوفق بين المذاهب حتى أن الشيخ هذا الشيخ أبو المعين الناسفي كان شديدا حتى على جماعة أهل السنة من الأشعرة يعني عندما كان يتناول الأشعرة كان يتناول رأي الأشعرة بقوة وكان أحيانا ما ينال منهم بلسانه فيجب أن نفهم عندما ندرس هذه الأمور نابد أن نكون واقفين على الحق وفي آخر الدرس نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأن يتقبل منا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقدر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر